موسيقى اهلا بكم كلهم تابعين ومشاهدين على شاشة القناة النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليلة الاهلي الليلة وحلقة خاصة جدا وبسعب لما يكون معايا زملاء العزاء والنهاردة معايا زميل عزيز هو زميل محمد سعيد مسأل فلها محمد مسأل خير عليك زميل العزيز اهاب الخطيب اهلا بك واهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان بالتأكيد بنبقى سعادة لما بنكون مع بعض ودايما كده بتبقى جاية بعد مباريات النادي الاهلي في البطولات الافريقية وحقعين نتيجة جيدة واداء كمان والارواح ربنا يعني دايما يكمل كده الانتصارات والافرح يا محمد ودايما تيجي كده البرامج والحلقات بعد فوز وبعد انتصارات زي ماتش مبارح ومبروك الفوز لكل جماهير النادي الاهلي الاهلي وفاق ستيف مباراة رائعة جدا الاهلي في ظل الغياب الجماهيري ويعني انا واحد من الناس يعني ما صدقش ان النادي يلعب يعني قبل نهاية افريقيا في القاهرة من غير جمهور وبصراعة صعبة جدا لكن ان شاء الله فترة جاء الامور تبقى كويسة والدين يتمشي بشكل كويس لكن مبروك للنادي الاهلي محمد الفريق عامل مباراة كويسة جدا واضح جدا جدا ان ضغط المباراة تدايبان وربنا نستورها من الاصابات مبروك على النادي الاهلي ومبروك على جماهير النادي الاهلي ومكسب وانتصار مهم جدا واخبر من هذا المكسب والانتصار حالة التلاحم والتجانس والعلاقة الطيبة اللي ما بين الادارة والجماهير واللاعبين في نفس الوقت المشهد مبارح فيه مباراة الامس وده راجع نتيجة ان في حماس لدى اللاعبين وغيرة كبيرة جدا على النادي الاهلي أنهم يساعدوا جمهور النادي الآلي اللي ما يدرش مباراة يحضر مباراة بيرة زي دي مباراة نصف نهاية أفريقيا أنا أكتبس كلمة لها الإعلام الجزائري مشهد مباراة لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون لها علاقة بمباراة نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا المشهد كان صعب جدا لكن لعب النادي الآلي كان عندهم إصرار وحماس شديد جدا عشان يفوزوا بهذه المباراة ويقدموا شكل متميز من أجل جمهور النادي الآلي وده اللقطة اللي تمثلت حتى في مشهد عدد من اللاعبين أحمد فتح وإسلام محارب وعيمان أشرف بعد إحراز الهدف السري أكيد لعب النادي الآلي وصلت رسالة كبيرة وحال جمهورها وطبعا حال لعب النادي الآلي في رسالة وإن شاء الله أنا تمنى يعني سريعا إذا كان في أي مشكلة عندي جمالنا تتحل في الفترة الجاية مباراة مهمة جدا مباراة يعني البعض كان شايفة مباراة صعبة جدا فعلا كانت مباراة صعبة جدا لعبت النادي الآلي قده بشكل كبير جدا لكن بعض الإصابات بتضرب الفريق من جديد الفريق بيشارك في أكتر من بطولة ضغط المباراة والالتحامات وبالمناسبة مباراة طبعا الأهلي والداخلية اتأجلت في الفترة اللي جاءة طبعا دي كانت هتكون من غير الدوليين تعبت الأهلي بيلعبوا مع المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي بتلعب بطولة عربية بتلعب دوري أبطال بتلعب الدوري ففيها محمد يعني حالة من ضغط المباراة ونتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن الأمور تعد على خير وخاصة إن يعني المباراة هي اقتربت مش عايز أقول خلاص لنادي الآلي ضمن لكن خلينا أقولك إن مباراة العودة صعبة جدا نادي الأهل مباراة ضيع عدد من الأهداف يعني ما كانش فيه توفيق في عدد من الفرص لكن إن شاء الله الجايات والأهل في الجزار يقدوا مباراة أفضل من اللي أدها على سال السلام صحيح كانت فرصة طيبة مباراة إنك تكمل مسلسل ربعيات دايما فيه ربعيات الخيام لكن الفط الأخيلة ربعيات الأهلي فيه البطولات المتعددة البطول الأفريقية الفوز على كامبالا بالربعية ثم الفوز على النجمة ثم الفوز بعد المباراة بأربعة صفر لكن إن بارح مشهد الأمس كان أربعة صفر خمسة صفر كان يبقى شيء جيد وإيجابي وتسافر الجزائر وإنت عندك أريحية بشكل كبير جدا والشيء اللي احنا بنطلوب نجاز الفن الفترة القادمة وحسنا فعل كابتن محمد يوسف أن هناك فرض وحظر إعلامي على الجهاز الفن واللعابين خلال الفترة القادمة حتى موعد مباراة نصف النهائي أمام وفاق السيف في مدينة السيف يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري الإصابات والغيابات لقدر الله الفترة القادمة نتمنى يكون العدد قليل عن الفترة الحالية عدد الإصابات كبير جدا بالأمس أنت بتلعب مباراة الأمس فيه غياب لساعد سمير ومحمد نجيب أيضا غياب جوني الأجاية منذ فترة طويلة غياب عمر السلية في وسط الارتكاز إصابة علي معلول بالأمس وحسام عشور صلاح محسن في الجزء الأخير من المباراة كل دي إصابات للأسف يعني هتكون كبيرة جدا وفي توقيف صعب جدا وانت داخل على مراحل الختمية نتمنى يا رب الفترة القادمة مع اقتراب موعد مباراة الوفاق في ستيف نهاية هذا الشاه يكون قدر الإمكان عدد من اللاعبين استعدى فرمته واللي في نفس الوقت خلى كارتيرون أنه كمان يدينا إحساس أنه عنده بديل يقدر يكون زي الأساسي وأفضل ظهور هشام محمد بشكل جيد ظهور كمان إسلام محارب بشكل جيد المفاجأة في أداء أحمد حمودي مع النادي الأهل الفترة الأخيرة مدرب يقدر يلعب بأي لاعب عنده في القايمة الأفريقية بغض النظر عن الغيابات لكن كل ما تكون الصورة مكتملة كل ما يكون أفضل للفريق يهاب في المراحل الختمية من البطولة الأفريقية أكيد إن شاء الله الفترة جاء يرجع عدد من لعبة النادي الأهل إن شاء الله الضغوط إلا على لعبة النادي الأهل لأن اللي جاي صعب جدا واللجاي مباريات مهمة جدا وخلاص زي ما يقول قربنا لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى في حلول الأول لعبة الأزمات الجماهيرية إن شاء الله النادي الأهل يلعب مبارات اللي جاي إن شاء الله على ملعبه وسط جمهوره بقى لأن أنت هتشوفوا الفرق لما الأهل يلعب في الجزائر هتشوفوا قد إيه قد إيه يعني فريق أو فاكستيه فيلعب وسط جمهوره هتسلح بجمهوره وما أدراك ما الجمهور الجزائري يعني الشقيق جمهور محترم جدا لكن جمهور حماسي جدا 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 لكن جمهور الأهلي بصراحة ده جمهور عظيم جدا فإن شاء الله الفترة الجاية نشوف جماهير النادي الأهلي وتؤازر الفريق لأنها دايما دايما اللاعب رقم واحد أكيد عندنا فقرات وأكيد عندنا كلام كتير حب نشوف معنا النهاردة مهمة عندنا فقرات عديدة والنهاردة يوم الأربعاء أنا أسميه الأربعاء الممتاز زي ما بنقول كده على يوم السبت في الدورة الإنجليزي السبت الممتاز النهاردة عندنا فقرة استثنائية وفقرة سبتة مع نجم الكرة المصرية وميهوب النادي الأهلي كابتن علاء ميهوب عنده حديث كثير جدا خلال فترة قادمة عن مباراة النادي الأهلي ووفاق ستيف سواء مباراة الزهاب بالأمس وفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء ثم المباراة القادمة بإذن الله في إياب هذا الدور أليهم جدا مباراة ووفاق ستيف وعندنا فترة 21 يوم بالتأكيد هيكون فيه استعداد مختلف للفترة القادمة دي الفقرة الحوارية الأولى لكابتن علاء ميهوب مع زميل العزيز الأستاذ إهاب الخطيب الفقرة السنية بالتأكيد مهمة جدا في التوقيت الحالي وإحنا عندنا أحداث كثيرة تتعلق بالمنتخب والتحدي وكرة القدم والجهاز الإداري والشكل الإداري للقرة المصرية في التوقيت الحالي وبالتالي هيكون معنا الأستاذ جمال علام رئيس التحاد الكرة المصري الأسبق وبالتالي نستعيد معاه الفترة السابقة وما هي رؤيته لفترة الحالية في إدارة الكرة المصرية من خلال التحاد قرة القدم ثم الختام مع فقرة الألعاب الأخرى مع الكابتن خالد العوزي وعنده النهاردة حديث مهم جدا مع سيدات تسلط الأهلي النهاردة بالتأكيد فازوا ببطولة منطقة القاهرة وعندهم انتصارات وإنجازات عديدة في هذا اللاشان هيكون ختام النهاردة مع الكابتن خالد العوز لكن نخرج لفاصل سريعا ثم بعد الفاصل زميلي العزيز إهاب الخطيب مع الكابتن علاء ميهو اشتركوا في القناة ومشاهدين على شاشة قناة إناد الأهلي وقولة فقراتنا الحوارية النهاردة في الأهلي الليلة وفقرة حوار مميزة جدا كين حفزتوها طبعا كل يوم أربع معانا نجم النجوم الكابتن علاء ميهو أهلا بك أهد متوتر لا كابتن عملتها متوتر لا تقولش جدا راقي متوتر لا دي كلمة دي خالص ايب عليك أنا بس بدي الحديد حبيبي يا ربنا خليك كله تمام الحمد لله في نعم مباراة مهمة جدا لكن أنا فاكر بقى من الأربع لفات قلت لي 2-0 أهل لا أنا فاكر السؤال تودية يعني كامت أو أنت تتمنى كامت لك 2-0 أنا بالنسبة لي رضا رضا طبعا سأبل ما نتكلم بقى في المتش وكل الكلام ده طبعا نعزي أنفسنا ومجميرنا للأهل كلها أو في كابت صفضة بحليم كابتن كرة كبير جدا يعجز أي حد نتكلم عنه كراويا لكن هو كمان شخصية برا الملعب ليهرف كويس جدا ويتعال معه تعال مع من أدم في قومة الاحترام في قومة الأدم الله رحمه ويسامح الله رحمه ويسامح طبعا نجم كبير جدا ممكن أنا يعني الظروف شايت أن أكون موجود مع كابتن خطيب والعلم الكبير يعقوب السعدي وكنا عملين له حالقة قريب يعني ما كملش عليها سنة وروحنا جاهزنا له وقعدنا معه حاجة في منتهى طبعا الاحترام اللي في الدنيا وزوكا ربنا يديله الصحة كان تعبان شوية طبعا لكن شوفك كابت الخطيب لما يكلمك عليه ويقولك كابتن صفضة لعملها كده يعمل لك الأوفر كده بسن الجزمة يروح والله يا هاب بص يا هاب الحمد لله رب العالمين مشوارف كرة خصوان في الناد الأهلي لعيبتي مع أساطير وضد أساطير لعيب الكرة كنت أتمنى أتمنى مش هلعب أتمرن معه في ملعب هو كابتن صفضة اه لا عملية كابتن لا انت بتتكلم في لعيب كرة تحس ان الجسم كله يعني كرة هو كرة الكرة كلها تحس انه في دماء كابتن صفضة بيعمل حاجة غير اللي انت بتفكر فيها وأنا وأي حد تاني كرة في رجل الله رحمه تحس ان كل حاجة سهلة ودي خمة الكرة في سهل لما تحس ان كل حاجة سهلة رغم صعوبتها تعرف ان قدامك ده حاجة ما حصلتش كمهارة في كرة قدر فبقول لك كنت أتمنى والله إهد يعني على قد من لعبت مع أساطير حمد للرب العالمين كنت أتمنى بس ما جمعكش معاه أي لقاء لا لقاءات لا أنا كنت يسا بتكلم في برنامج قريب هو اللي صمم منها خش مجال التدريب كابتن صفضة بعد ما اعتزلت الكرة بعد ما رأيب بعد الأولمبي ورجعت أقابني وكلمني لانت خش مجال التدريب ما كانش في دماء خالص الموضوع إهد لا يا كابتن قال لا لا قال لي ما نفعش أنا فاكر الجملة بالضبط قال لي يا علاء أنا شايفك مدرب ومدرب كويس والله إهد وكنا في النادر أهلي كنا في الملعب الفرق اللي كان في النادر أهلي قالنا أنا شايفك مدرب ويتقوم مدرب كويس وصمم وخلناها مسكت فرقة المدرسة وكنش إسا خلت الدراسات بتاعت الأكريمية في الأول خالص تاعت تدريب ما كنتش إسا كملت الدراسات قال لي لا أنت معاه ما جوش فرقة وهتبقى في الدراسات خلص دراسات بس ستبقى مشؤول فرقة المدرسة وبدأنا المشوار خالص من أول ودايما كنا أنا وضيا السيد ومجموعة كبيرة أهم اللعبة بدأت المشوار مع كابتن صفوت هو اللي كان مصمم وعايز هو اللي كان دائم من كلام معاي ويؤدي كلام معا كتير جدا في حد التدريب دي قال لهم تفصل أنت كنت نجم كورة وتخش على مجال التدريب هو اللي حبيبني في مجال التدريب الله رحمه وسامحه الله رحمه كابتن حزم كرم كابتن عدل هيكل كابتن صفوت كابتن صفوت كابتن كده نكون كبار وأسطير رحمه طلع يوم كلهم يا أهاب بس الحاجة الحلوة أن السيرتهم حلوة الحمد رب العالمية الثلاثة دائما السيرت الحلوة هي الحاجة المتبخية يعني ممكن تيجي الاسم وتقول الله رحمه وسامحه بس ما أكتر من كده لا أن أنت بتقول لا تترحم وربنا سامحه وتبدأ تكلم عليه وانت فرحان مبسوط لكن موجود مع أكلس فدي أحد الحاجة بتخرج من الدنيا دي كلها سيرتك الحلوة وكلام الناس الحلوة عليه فده واحد من الناس اللي لحد اللحظة دي فرحانة بتكلم عليه الله رحمه وسامحه الله رحمه طبعا وطبعا ربنا رحمه وطبعا بنعزي أهله بنعزي كل جماهير الأهلي في كل النجوم اللي راحوا ولكن على أرض الواقع نرجع نتكلم عن المباراة نرجع بقى ومباراة مهمة جدا وزي ما قلت لك حضرتك الأسبوع اللي قلت لي 2 قلت لي 2-0 أنا من أسبالك فيني لكن سير مباراة مبارح بعد مباراة زيلت ليه فرصة مبارحة هاي بتكسب 4-5 تخلص من هنا بالضبط أنت كنتها تروح يعني نزهة في الجزائر لأن مباراة أنا مستغرب فريق وفاق الصيف مستغرب خط الدفاع ومستغرب حارس مرمى اللي احنا أجمعنا أنا وإنتن هو هيبقى نقطة قوية جدا في الدفاع وفاق الصيف لكن مباراة أسوأ خطوط حارس المرمى ودفاع فرص كنت جدا ضعت جدا بغربة شديدة مش موجودين آه كان عنده هو بص يا باب البداية بداية المباراة أول 5-6 دقيقة كان وفاق الصيف هو المسك الكورة هو اللي دائما بيعمل الهجمة وكده لكن بعد كده تحس أن لعيفة الناد الأهلي خلص بقى امتلكت زمانة والأمور تماما في كل حاجة دفاعيا وهجوميا وخلاص ملعب بقى ما استصر بيه كابتن الموديل الفني اللي هو فاق الصيف يبدأ بدفاع متقدم من حدود منطقة جزاء الناد الأهلي وضغط عليك وجامد وشكل بعض الخطورة في الأول وما زلت بقول أن رغم ربعيات الناد الأهلي في المباراة اللي فاتت في بعض المشاكل في خط الدفاع ولكن الفوز ما بيخليش البعض يتكلم فيها بحس أن فيه أحيانا وبالذات كلماتشين اللي فاتوا بزار حضرتهم في الملعب يعني في بعض يعني مش المشاكل لكن فيه دفاعات كده في خطفة عن هذا ممكن ممكن سكرترون ما يتكلمش عليها في الصحف أو على الملع لكن بينه بين اللعيبة دائماً زي بقولك أنا كنت بتكلم برضو معك أنا دائماً هنا بقولك المدير الفني الناجح بيفكر فيه سلبيات اللي هي لكت موجودة ويعلجها إجابات كتير جداً بقى لكن فيه سلبيات إذا كنت في الملعب في الملعب مع لقيتك نظر الأول تشرح وتوقف الصورة وبص وكده وعدين تبدأ تاني عملي في الملعب لكن مبارح إجابات كتير جداً أكبر حاجة سلبياً مبارح إضاعة أهداف سهلة أو خروج نتكت المغرورة 2-0 مبارح وليد هداف إضاعة كتير جداً زائد حظ سيء يعني الكورت القائم حظ وحش جداً فيها الهدف هدف صحيح الهدف حتى هدف صحيح لا يوجد أفصاد خالص على مهم زكرياً من الأول لكن هو سوق حظ ممكن إن شاء الله يتتعود هناك نحن بش نتكلم عن التحكيم لكن برضو طائم التحكيم لأفريكي مبارح يعني أنا بحط تحتيه خطين شوي أكبر غلطة مبارح هي الأفصاد حسبه على مهم 2-0 برضو أعتقد الموضوع خلاص في كورات كتير في وسط الملعب كانت صفرة يعني متسرعة شوية لكن صبورة شوية على الأهل في المجمل يعني ما عليكش أخطاء تأذيك يعني ما هو أذكش في حاجة في الأهل نفسه لكن زي بولا كان هو يوح سلاح المنافس شوية بالزبط أو لكن هو يوخذ على ومش الحاكم بس هيوخذ على لايمان اللي هو ما تدولوش أفصاد لكن هي طبعا ما بهاش راحة الأفصاد خالص مبارحة ونتبهت ما تلعى أكتر من كده لإني بصراحة إيها بفخص تيك مش هيبقى بالسوق ده على أرضه بلعكس اللي إدينا أكلم عليها اللي أنت كنت بتتكلم فيها الوقتي بسمعك الوقت أنت هو محمد بتتكلم على جماهير الجزائر وجماهيره وفخص تيب بصفة خاصة طبعا أكيد الملعب هفهو من الجماهير هو بالنسبة له 2-0 أقول لك ما هو جابه 2-0 أنا ممكن أجيب 2-0 نحن راحين صحفيين ملعب الجزائر نبقى راحين يعني قاعدين في المدرجات نبقى المدرجات نبقى قاعدين يعني هم يعني الوطاف وكل حاجة هم عندهم حماس زايد جدا لا لا هم مختلفين جدا حماس برا الملعب بينعكس على اللعيبة بطريقة مش طبيعية يعني مبارح أنا متخالي الشكل لو جماهيرنا كلها موجودة لأ أنت كنت تتفرج على حاجة تانية خالص تختلف جدا مع أن ما فيش تقصيل مبارح وطلع الشوت الأول 2-0 بالزبط ما فيش تقصيل من لعبة الأهلي لكن في وقت إيهاب بتبقى محتاج تسمع صوت جمهورك خليك تبديع أكتر مبارح ما فيش تقصيل من أي لعب مبارح خالص بالعكس لكن غاب اللعب الأساسي اللي هو الجمهور ودائما جمهور نادي الأهلي من زمان جدا هو كلمة السر هو اللي بيديك الحماس هو اللي بيخليك حتى كسبان عايزت أكتر بتبقى كسبان ونقص بقى الحاجة الحلوة اللي مستناهى الجماهير الأداء الشكل الأهات لما يطلع من جمهير الأهلي أنت مطمئن نوعا مع النتيجة بس أنت عايز كمان تمتع بقى جماهيرك ما هو اللعيب الكرة خصوصا لعيبة النادي الأهلي برضو أسكية جدا هو الحمد لله ممكن لك نتيجة كويسة أنا عايز أمتع الناس دي يعني اللعيب الكرة بيحب بيسمع الأهات بتاع الجماهير هو ده ده النفس الجديد طبعا لشانا دايما أقول لك جماهير النادي الأهلي ده رخم واحد واحد فعلا هو رخم واحد دي جماهير النادي الأهلي بيديك حاجات كتير جدا حماس ومتح وحتى لو مش كويس حس الجماهير دي صح صحك تاني كسبان انت عايز أكتر هم بيديو لك عارف باية ما بيقول جماهير ده بتدي نفس جديد لك كان مبارح مفتخدينه شوي مبارح نفس الجمهور كان غايب لكن نفس اللعيبة كان موجود قدروا لمتصوا حماس المنافس بشكل كبير امتلكوا زمام الأمور قدوا مسكوا عملوا عدد من الجمل القصيرة مبارح بأنه كتير مشوفناش الشغل القصير اللي في التلت اللجومي يعني بهذا الأداء وهذه الرواعة تاني بشكل كبير شفتات ومتشوف وليد سليمان بيخش بيلعب بدماغه كلمة السر يعني فيه شغل فيش كلمة السر كلمة السر وليد سليمان وليد سليمان واخد حرية في الملعب ان هو تحرك في أي مكان ودي زكاء من كارترون جدا ان الواليد عنده المهارة دي عنده الحتة اللي هو لعب تحت رأس الحربة وتحرك الأطراف زي ما هو معايز بيعطي كيب هدف بينسل دافع وبينسل دافع والغريب اللي جاب جهول بدماغه مبارح وليد برضو بالنسبة لي أنا كان يعني فهم اللي هو حاجة جديدة على وليد لكن هي جديدة عشان مستكدرون تديره حرية ان هو يكمل كارتس حربة تاني وليد بقول لك هاي في المهارة دي تسديد كويس جدا تمرير الأخيرة بيعملها حلو قوي بتحرك الأطراف بيعملها كويس نص ملعبك مستحوز تمام انت بتتكلم بتقول جملة حلوة وكل دا ليه عشان انت مستحوز على كرة في نص ملعبك سعوز كورتك القصيرة اللي انت بتلعبها بتليف في الكرة بس هي دي ومستكدرون واضح ان ذاكرك فرد بفاق الصيف كويس انا كنت بشوفك وانت وقف على الخط كنت دايما تقول لعبت ندى لجملة واحدة كلمة باس باس صح كده باس طول باس باس دورها بسرعة بالزبط هي دي ميزة الكرة الوقت ان الكرة في رجلك بتحرق بها كويس دايما نقول برشلون انا مش عافوا واسبانيا وإيه دايما عشان من الكرة في رجلهم كرة في رجلك بتحرق تعمل كل الشغل اللي انت تتكلم عليه الوقت ماكورة انت مش مستحوز عليها كل الكلام نحن نتكلم فينا وانت دا مالوش لازم ان مش هحصل لكن انت مستحوز مبارح اهداف طريقة لعبك الهجومية كتير او منها وعا كويس جدا احمد فتح مبارح من ما شاء الله على الجانب اخر معلول طبعا تحرقات وليد اسلام مبارح مبارح في حالة كويسة جدا اسلام وليد تحس ان هم عندهم لا مركزية في الملعب كله تحرق كويس اوي في اي مكان هم عايزينه الوحيدة كان سابت بس حمودي وحمودي الرجل ميثبته في المكان دا على اساس الكوار بيعملها منها واحد لوليد ومنها واحدة لوليد ازارو بيعمل بالضبط اللي هو هي ديليفري كده الحاد اللي حد عندك براك الممتاز كمان حمودي الشوط الأول عمل حلو قوي ممكن الشوط تاني نوع مبارو عادي جدا وممكن بقى تعبق يعني حمودي تاني ماتش على التوالي بيقدي برضو فكر ميستر كارترون بيدفع فيه ولكن يعني انا بقس لك معدل رضا الجمهور لسه مش شاف حمودي وصل لطوب فورم التاع ولسه عنده اكتر بلح برضو كان عنده قاعد كتير في الملعب لما كان بيستلم الكورة لكن هو تماعز لا باخد كورته ويخش في التلت الهجومي بيعد بشكل كويس اوفرات متقامة بشكل يفتقدها النادر اللي فازل بالضبط بيعمل اختارة كويسة وتحس ان حمودي عايز يوصل لأقصى درجة من اللي هي مستوى الناس عرفاه الجمهور بيقول اه هو ده حمودي ودائما ادام بتحاول خلاص هتوصل وحمودي المبارات السابقة ومبارات المبارة تاخد عامل المستوى لفترة العباء صحيح كويس جدا هو حتى المبارة خارج راضي عن نفسه دائما اللعيب الكورة وخارج اهاب تحس انه انت مدائي ولا ما ادي وحش ولا كان نفسه كامل ومبارة خد تحية كبيرة بالضبط خد تحية كبيرة من جمهور من كارتلون نفسه بالمستهب اللعيب الكورة من اقول لك وزاكي جدا هو وخارج التحية تحية الجمهور بيعرفه كان عامل ايه النهاردة عارف هو هو وخارج عارف مبسوط انه وخارج جمهور بديو تحية بتاعته كويس او المدير الفني بيقابله بتفرق عكس انه يكون خارج مش مقد كويس مش مستوية بيبقى بتطلع زحلان وتحس ان انت مباراة للمسيان انت قدمتها اللعب المدير الفني اللي هو فاقصتف شوية في ظهر حمودي يعني بتاري يعني شايفين الماتش اللي قابله بشكل كويس عارفين اللي حمودي بيزيد بتده يرمي كرات كتيرة جدا في ظهر حمودي ودي كانت عاملة في اول عشر دقايق شوية ضغط على النادل مع ان احمد احمد فتح اشترك بقول لك اول سبع دقايق كده كنتعيس ان كل لعب ان احمد فتح بيحاول اخترق الجبهة دي اذن من في المساحات بقى الفضل بالضبط لكن اكيد مستكترون كلم حمودي بقى مع احمد فتح على طول كل بقى مائل حتى حتى ممكن تلاقي الشام او عشور مائل سنة لكن هي عشر دقايق بالضبط لعبها وفاق السطيف بعد كده مراكل لها نهاية الشوط الاول كل مع النادل اهلي يقع اخذ بقى لعبة النادل اهلي ودي الحاجة بقى السلبي الشوط التاني خلى وفاق السطيف هو اللي بقى الاحسد هو اللي ضغط هو اللي كورا معاه هو اللي عمل خطورة وفاقا عمل خطورة في كورا بالهدي تعملت مساكة الشناوي تراجع ده بتفسره لإيه كابت ما هو ده تراجع الاهلي تراجع في تلت ملعبه وفي التوقيت ده كان شكل النادل الاهلي في الملعب غريب شوية يعني كان وليد سليمان مع ازارو بيلعب سترايكر صريح كانوا الاتنين عشان طبعا يشيلوا الضغط شوية ولكن كان فيه جاب كبير جدا من خط الوسط مع المهاجمين وخط الوسط شوية متراجع مع خط ده وبالتالي كان الاهلي مضغوط قوي مع عبدال شوط تاني وتحس برضو ان الجهاز الفني يعني كان شايف لهم عايز ينشط ولكن التغييرات كلها كانت اضطررية لكن هو هو لك حاجة هو العمل كده فقص طيف ضغط عليك في شوط تاني هو اتنين سفر بالنسبة له وحاسة أجد دائما المدير الفني بين الشوطين بيتكلم على أخطاءه هو هو إيه اللي دا السيادة الشوط الأول في نادي الأهلي نص ملعب ما فيش رخابة بتحرك واسي أو في مساحات كتير أو بتحرك فيها وليد هو قفل مساحات دي مع تحس ان فيه سنة كسل تبدأ شوط لعبة نادي الأهلي الشوط التاني كسل شوية كده لكن لما تحس بالخطور نرجع تاني لأداءنا العادي اللي هو الأداء العادي هابر المتكلم عليه اللي هو بالضبط هو قال لي ثلاث أهداف محققة مبارح ثلاثة أربعة وللأمانة وللأمانة الفريق المنافس مبارح اللي عنده بدلك في أكتر من فرصة بالضبط لأنا بولا عشان نكون منصفين لا لا في واحدة بالدماغ في واحدة بالهد اتعاملت الشنوة عمها كويس قوي في فرصة فقف الوقت اتضايع شاطها بشمال وعالية حاجات دي كلها تقلقك هناك لكن الحمد لله خرجت مبارح 2-0 كانتش يمطبئن النتيجة الغت أخر كان ايه يعني كنا بولي اتنين لكن مبارح الشكل أنا شفت وقلت طب ليه مش ثلاثة ليه مش أربعة هي وقت فريق التاني مش مستوية أنا لازم أستغيل لازم أستغيل الحاجات دي اهي لازم لازم أطمع لازم أحريس قوي على الفرص اه في حصد سيء لواحد لوليد بيعمل كل حاجة لحطة الهدف والهدف اللي جابه اوفصيد لكن لازم كانت في حطة يعني هدف مش أفصيد تسلل واحدة في العرضة يعني برضو عمل في اللقاء عمل هو مسكوتش وده فيه كرة رجع غطة ورا كلبالي اللي تقطعت منه بالزبط هو ده ايه بالكرة هو ده احنا نكلم عنه مع برضو كان عارف انت عجبني انت اللي أنا انما تفكر فيه انت ملاحظة معاك لحظة فعلا كرة تقطعت منه رجع ورا كلبالي هو اللي رجع كرة بتنوش الكرة دي صعبة برينت بطول الملعب عشان يغطي على كرته وفي الهجمة اللي بعديها برضو أمقاط عز برينت عكس هاب ده الكلام اللي كنا منتكلم في الحلقة اللي فاتنا وانت على مميزات وليد حتة الروح لعنه حتة تتغيرة حتة ان هو تحس نوعمل مشكلة كرة تقطعت مني طبيعي جدا انا كراس حربة تقطعت مني عادي فيه لسه خط والتاني وراه بس هو بقى مسئولية وهو بالنسبة له مش عادي تقطعت مني لأ ماينفعش رجع رجع كرة تاني للشناوي وكمل تاني فهي دي بقول لك حتة تتغيرة وحتة ان هو لأ ماينفعش أنا عندي أخطار زي كده في حد دي بقول لك عندي أخطار مش مشكلة رأس حربة ومهاجم في حد هيقطعها تاني لكن هو عندوش دي فشنا كي بقول لك دي مميزاته دي الحاجات الحلوة اللي فيه مستر كيرترون تتطفق أو تختلف أنه أحيانا بيتأخر في تغيير عدسو أيوة لازم بؤين شوية شوية يعني أنا كان مبارح كنت أتمنى صلاح ياخد وقت أكتر من كده بكتير بكتير كان نفس ياخد فيه وقت كده وفقص طف كله بقى خلاص خطوطه كلات فتحت عايز يجيب هدف بأي طريقة نموضح التعلمات بين الشطين عنده عايزين هدف هدف مبارح هيفرم معه هو هناك أنا هديلك نبض الجمهور فضل وهو حمودي طالع الجمهور كله قبل محمودي يتغير بيقوله صلاح ينزل يعني عشان مع جمهورك أهب مش جمهور بيقعد تفرج ويسقف لا ده جمهور ده ما هو شغل وممكن يقول تغيير يعني تغيير تلاقي المدير الفن عمل عطول الناس كلها مش جمهورك زكي جدا وبيطالب اللي شايفه شايف انه خلاص فيه مساحات كتير قوي وقت صلاح بمهارة بسرعيته وانه هو تسجيل الأهداف مع وليك كمان انت تعمل قلق ما بعده قلق لكن هو يمكن يتأخر سينما بسكرترون لسبب ما ان كان عندك فيه ناس بتشتكف الملعب عندك عشور كان بدأ خلاص فكري عشور تحمل على نفسه البعض البعض ما ياخدش باله مثلا من اللي تابع لقاء ده عشور متحمل على نفسه بتعروب عساعة في الملعب لغاية ما خلاص كان لازم المفيد عشور متحمل على نفسه وبدأت المباراة عشور مجهد وتعبان جدا والطبيع انه هو ملعبش المباراة وما بدأش المباراة لكن هو ده عشور نجم من نجوم الناموزج اسمها بقف من لعيبة النادي الأهل رجل متحمل على نفسه لكن مستكدرون بيسيبوا لآخر وقت لو لحد خلاص إنها عشور ومجودة في نصف منعب أهاب حاجة ضرورية جدا واللي عجبني كمان واضح نبقى فيه تفاوم بينه بنشان محمد اللي هو عوض لحيطة عمر السلية اللي إن شاء الله يرجع في السلام يا رب إن شاء الله فهي دي أقرم برح لما لعب لازم يديله حقه كان شكله حلو ده عيبة أقرم محتاج إيه بقى أقرم آآ عايز لعب في نوع في نوع لعيب ما بيعلعب ببقى الحماسة عنده علي جدا نستعايزون لنا موجوء يعني آه بالضبط فهو عايز لعب لكن هو الراجل ده عايز ماتشاط أقرم وعايز زي من حد تتكلم ما في حتة إمتى أخش وإمتى مخشش إمتى أبقى هادي إمتى مش هادي لكن هو أنا بتكلم على نوعية لعيب مطلوبة جدا صغير ما شاء الله كل المميزات اللي في الحماسية لكن هو عايز زي هده شوية الحكاة التانية المطلوبة طبعا من المساكاترور أكيد قادرة ماتشاط كتير بقى للعب ده وهو أكيد هيجي وقته هيكيد سبحان الله يعني الظروف اللي ضغط المبارات وعدد الإصابات يعني اللعبة بتاخد ولكن برضو كله بيلعب تحت ضغط ولكن مع نزول أكرم توفيق مبارح تاخد وسط ملعب الأهل تاخد وسط ملعبه وبتدى وفاق الصيف في صحيحة الأكتر وقالت ضغط بشكل كبير جدا لأنه هو أسرح زائل الناس كلها لقدام وفاق الصيف عشان بقى كمية الفرص اللي يجبتها دي هيا في آخر المباراة من اللي هو عمله ده زائل التانية بيلعب كان بيلعب بتالي مساك واحد بس وراء مبارح وزائل الناس كلها لقدام عشان كده مثل كان وليد علشان يبقى في ثلاثة وراء معاك مسكين أزارو ومسكين وليد سليمان بالزبط كان وقتك عشان كده بقول لك أنا كان الوقت ده أكتر وقت بقى وفاق الصيف ما كانش منظم كان ممكن تجيب هدف والتاني عشان كده بقول لك أنا مبارح وأنا متفرق كان نفسي التالت والرابع لأن أنا شايف مساعد كتير قوي وممكن حاجات بسيطة جدا تعملك الفروقات دي هو سبحان الله كانت تجهة اتنين مبارح بس بغضل نظر على فرص بغضل نظر على السؤول حظر اللي لازم باهضل عيب لكن الحمد لله إن الأهل ما دخلش مرمى هدف أيها دي ما أنا بقول لك هو مبارح كل هم لأيب في فاق الصيف مبارح يحررز هدف عشان كده هاجم بهجوم مندفع جدا جدا يعني فيه اندفاع مش طبيع غلط الدفاع غلط لأنك مبارح يا هاب يعني وجهة نظر إيه اتنين لكن تلاتة انت نهيت المبرامنة هنا تماما والمدير الفني اللي هو فاق الصيف فرح بشكل الملعب النفاطي خلينا أقول لك هو فرح بشكل ملعب النفاطي عشان كده بدايته قد حلو بدأ بضغط أوي 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 في الأول وبعدين لما لقى ضغطه ده كلفه وطلع الشرط الأول اتنين وحس المبرح عانت وعنده ده كان هيكلفه أكتر لكن التوفيق هو كان محالفه إنه ما خدش مرمى أكتر بدايته بدايته ما فيش جمهيره عارف جمهيري النادي الأهلي إنه هو فيه حاجة كمان معظم لعيبوا بفاق الصيف لازم يكون منصفيني أهاب مش في حالتهم مش في حالتهم خالص مش دي الفريق الحمد لله طبعا لكن مش هوم دول عشان كده كنت بيقول لك نفسي كنت خلص مبراه هنا كل الظروف مبركت فصالحك فأنت كنت هازم ستعني بس عمو من جابه لأقول لعيب رقم عشر لف النص كويس أوي كان برضو يعني تلعب لا برجلش بلا ممتعوي ده الخطر اللي فيهم ده أخطر واحد فيهم كمان ولعيب كويس جدا لكن زي بقول لك أنا إمبارح لا إمبارح الأمور كلها كانت صالح النادي الأهلي دائما أستاذ الواحد بطبيعة طمعة شوية لما كان عايز إمبارح تلاتة واربعة ما إن أنا لو حجبتل أعادة بتاع الأسبوع اللي فاتح قول لك النفسي لو عادت اتنين اتنيني بقى كويس ده اللي خلّ مستر كارترون بعد محقق اللي هو عايزه المباراة بتده يهدى ويخلل العيبته تهدى وشاف إن العيبته مجهدين قوي قوي يعني الكادر ما كانش بيجي على أزارو لكن أزارو كان بيعمل استريتشات من الملعب وإطالات لإنه برضو يعني مجهد ده أكيد كنا بنكلم برضو إن فيه ضغط برات كتير جدا على العيب تنادي الأهلي بطول أفرقية بطولة العرب لدوري وبعدين تلعب تحت ضغط جامد جدا ضغط الفوز إنت بتفكرش إنك لك تكسب ضغط الفوز دا لوحدة وضغط المكسب لوحده دا حم الرهيب على العيب نفسه إنت متخيل بتلعب طول مبارايتك طول الموسم إهاب جماهينا بتفكر بحاجة واحدة بس إنك لازم تكسب إنت كفاية في البطولة لفقيد الضغط كابت إنك جاي من أول مبارتين هزيمة بالزرق وبرة يعني خلاص يعني 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 اللي ما يعرفش الأهل يقولك برة بالزرق ما هي ضغوط كلها أهاب وضغطك الأساسي اللي هيلازمك يعني لحده من طول ما نطلع بكرة في النادي الأهلي ضغط الفوز التعادل مش موجود في الخميس جامعيري النادي الأهلي خالص من يوم ما قاله يا نادي أهلي التعادل دي ممسوحة هو دا ما بينفكر في حاجة واحدة بمكسب دا ما نحنه على نهائي أي بطولة عشان كده هو نادي القرن هو النادي اللي واحد كل أكتر بطولات موجودة هو النادي اللي عايز بطولات كتير دايما هو دايما مرشح الأول كلها ما أنا أقوله دا ما بيجيس من فراغ بيجي من ناس قبلنا كتير وجماهير بتحب النادي الأهلي وشجع النادي الأهلي خلاص لخم واحد هو النادي الأهلي في حالة بقى اللي هي بين الجمهور وبين اللعيبة وبين النادي حرص الجماهير حتى اللي عارفة مش تدخل كانت مالية بره بكل ما داخل الإستاد وموجودة وكانت نفسها تدخل لعبة النادي الأهلي اللي كان عندها مسئولية كبيرة وبين إسلام محارب والعبة بعد الهدف التاني يعني بيطلبوا إن الجمهور كده لو عنده أزمة حل فبالتالي في حالة حب من جميع الأطراف وإن شاء الله الفترة الجاية شوف دايما بمهور النادي الأهلي موجود في المالح هي دي الحالة اللي عزينا أهار عزينا حالة هدوء حالة زي بتقول حالة حب النادي الأهلي فعش يعمل غير جماهير صعب صوف المراحل دي أنت عايز يا مهيرك عايز المساندة الجماهيرية بتفرق يا جماعة جدا تتكلم في قبل النهاء يا أفريقيا ما أنا بقول لك يعني الشكل المبارح مش ده قبل النهاء خالص قبل النهاء ده بيبقى عيد لوحده السادة ده وكود كل مقفول والناس جايز سامتها مبارح مبارح آه الشكل يعني الظروف ما اتمنى يا رب إن شاء الله مبارح قادمة إن شاء الله لمن كلها تحلت وجميل النادي الأهلي ترجع تشجع تشجع فرقتها إن فرقتها لازم تعرف إنها محتاجة كل تشجيع من كل جمهيري نادل أهلي آه المشهد اللي اللي استوقفنا مبارح وحسيت إن الموديل الفني بيعمله بشكل مقصود ولكن هو كان عنده شيء من التواطل العصبية كان واضح عليه طول ماتش الموديل الفني لفاقستيت آه مع دخولهم استهال السلام خاد الفريق كل ولفه الملعب هم فاطئ ده هم يعني يعني قل الرهبتهم خالص عشان كده اللعبة كانت نازلة في أول عشر دايق بضغط غير عادي وأداء وثبات ومسكين الكرة كويس وبباسه كويس ده عمل حملة جي كبير جدا عقبت الآن إزاي بقى هنا اللاعب اللي عليه الضغط ده كل اللي هو بس لقى جمهوره مش موجود اللي هو لقى المنافس ضغط عليه وبيقدي وكرته حلوة وهو شايفه إن فرقة عالية جدا بياخد منه البساط وبيسحب الكرة لنفسه وبيبدأ يشتغل ويلعب بقى كرة القسيرة وبيمتع نفسه وبيوتع جمهوره وبيحرز هدفيهم في الشيط أول لعبت النادي الأهلي بصراحة مبارح في الشيط الأول عدوا كل حدود الطاقة طبعا بصي هبقى جوابك بحاجة واحدة بس تخيل لو جمهيرك موجودة مبارح مدير الفاني كان عملك ما كانش يدخلهم بهذا الشكل لا ما كانش هيعمل انت كلمتا عيدا كانش يدخل الملعب وفادي والناس لفك استحالا انت بتهزر تخيل الملعب ده لو قفول بجمهيرك مبارح وحضرتك ناس بفرقتك حيطلع مخدودين يعني لو لف الملعب خادر راب الخضة وانت عدت وغرفة الملعب استعصد جمهيري النادي الأهلي بتوترك أساسا من قبل ما تلعب فلو هتشوف الملعب وتمشي اعتقد دي هو عمل عشان الملعب فاطي بيطم لعبته الملعب فاطي طمينه بس احساسي برضو انه ضغط على لعبته زيادة لانه كنت شافه منفعل جدا على لعبته وحتى عمال وهو بيتفحهم عشان يهجمه شوية كان نتعصى بقى يعني هو كان شايف انه هو عنده فرصة استغلاء معرفش يستغلاء هو احساسي كده بالزبط لا هو ده احساس صح عندي فرصة مفيش جمهيري النادي الأهلي لو عارف مدى تأثيرها مع لعبة النادي الأهلي ومش عارف استغلها بدأ بداية كويسة لكن بعد كده لعبت النادي خلاص تحويزها على الكورة كويس قوي اللي معصابه اكيد واللي بنكلم فينا وانت اهاب مستوى لعبته مش هو ده ما هو انت المدير الفني انا بقى عمل كل حاجة من الاسبوع بتاعت المغرأ وكده لكن انت في حاجة بتتمنىها دايما دايما يقول الكلمة دي بتتمنى لعبتك بتبقى في يومها في اليوم ده بتقول يا رب اللعبة تبقى في اليوم اللي انا عايزه ده بالظبط فيه بيبقى لعيب اللعبة كلها موجودة او معظمة هذه هي لعبت الاهلي فيه مبارح وفخص طيف بالظبط بره لخدمة نص الفريق حتى زهنيا يعني حيثة عدم موجودة جاميرهم ما عرفوا اساسا برضو خلاهم فيه شوية هدوء شوية فانت مبارح تقلق تربع فريقتك مش موجودة بره لخدمة كرة مش مش ماشي وبتلعب الاهلي وفريق مستحش خلاص استحش وزع كرة واتنين صفر وعايز يجيب التالت وي وي انت بقول لحاجات دغطة على مدير الفني اما تبقى هادي جدا وده لتعلم مع الموخف او تبقى عصب عصباتك تبقى في الملعب او مع عصباتك تبقى في الملعب هتتنقل لعبتك عشان كده اكبر مشكلة مدير الفني انه هو يتعصب على الملعب برا الملعب لانه يتنقل لعبتك غير انك تبقى في هادي مميزات مستر كرترون تستمانين دقيقة خمشة مني فيها هو في هدوء ممكن يبقى يتعصب في حاجة لكن دايما هو هادي السؤال عايز اتسألولك من قبل ما دخلت الحلقة وراح من بالي وانت رجع تقولي تاني خليه بره طيب لا بالعكس مش اللي تكلمنا فيه بره اقول مستر كرترون انت تميل للموديل الفني اللي دايما عنده حماس وبيظهر حماس اللي لعبته في الملعب في التوقيت لما بشعر بحاجة ولا الموديل الفني الهادي وحماسه مع نفسه يعني يعني مستر كرترون دايما عصابيته مباركت مع نفسه يعني بيزعل نفسه بيبص على الدكتة عشان حاجة غلط في الملعب اه في موديل فني تاني عكس بيواجه حماسه ده او النرف ده للعبته انت تحب انهو في المداخ او انت اناو في المداربين لا انا احب المدير الفني يبقى هادي برا هادي برا بس مع هو واسق من فرقته هدوءك بيجي من لعبتك هدوءك بيجي من فرقتك انا قاعد بهاب انا هادي قاعده ده ما هاب فهو مدين الهدوه ده مدين السخة دي لو انا مدير فني عندي مشكلة وعند شك في لعبتي هابقى غصبا عني عصبي عشان انا قلت حاجات متعملتش فام اه عصبي لكن انا يعني مدير فني النادي الاهلي انا شايف كده اول دايما الفرقة كبيرة عايزة مدير فني هد لان هو معا دايما احسن ايها موجودة وبيتكلم معاهم بيمران طول الاسبوع فحيطة نوع التوجيه دي لازم تبقى بهدوء هو واسق في لعبته لو انا واسق في لعبتي اهب الهدوء ده هجيلي لو انا الام اللعبتي حتى لو كذبان تحس انه برضو هوترهم اكتر هوترهم اكتر او انا متوتر لكن برا برا يعني برا الخطوط هادئ كل حاجة ممكن في الغرف المغلقة بقى اواجه بس بحدة شوية انه طلبت حاجة من اهاب وكانت لازم تتعامل ما تعملتش او نسي ما تنساش يعني في تدريبة بكرة هيقولهم ايه ساعة خامسة بكرة ما رجعوا التدريب ويبدأوا بقى يرجعوا هيكلمهم في اللفات وعطبعا يستعرض حتى الاخطاء مش وقتها لما ييجي وقتها مش عايز هو يعني تشويش تنع اكتر ربما يكون فيه اخطاء تتواكب مع الاداء في متش الاتحاد يعالج دي يعالج دي من خلاله كلامه على مورات الاتحاد يعني كلم يكلم وبلاش نعمل الخطأ اللي حصل في مورات وفق الصيف انت فاهم يعني هيوجه من خلال مورات الاتحاد لكن هو قفر الصفحة الافريقية خلاص تماما مبارح بمكسب 2-0 حمدو يخلص هناك ان شاء الله لكن بكرة بقى استعداد لمورات الدور العام اللي برضو انت زي ما بعد دي سا هعيد لك كلام ما بتدورش على رقم واحد سدوره الدوري ممتاز مباراة مش سهلة بالمرة الاتحاد مغير وجايب جهاز فني كبير ودي هنتكلم فيها لكن لسه ما طلعتش من مباراة وفاق الصيف الأداء الجماعي دايما هو سيمة الأهلي وقلنا باس مباراة الأمس الأهلي يمتاز في كورته الجماعية في جزء الدفاعي ولكن جزء الهجومي في لعب فردي بقى له مباراة نوعا ما دايما بسحس الفريود ده عنده حتة أنانية شوي يعني تتاخد على الفريود لو زادت لكن هو دايما نحن يقول لك الفريود عنده حتة الأمة شوية مسموح بيها لكن مش كل انه لو كل هتبقى حاجة فردية هتبقى حاجة زهيرة مش كويسة ان كل واحد بلعب عشان شكله وعشان نفسه اعتقد حاجة زينا مصطحية بس مش في لعبة النادي الاهلي ممكن في لحظات في لحظات كده تعديها لكن فيه أوقات لا واضح ان كل الجماعية هي السمة هي السمة اللي موجودة التالت الأخير زي بيقول لك انا في ملعب كورة مسموح انك تبقى تعمل حاجة يعني حاجة لنفسك تبقى فيه سنة قرنية شوية خلاص رايح بقى انت يعني بالضبط خصوان دائما احنا بنقول اي راس حربة في العالم او المهاجم الصريح بص في العالم كله عايزي خلص او عايزي خلص وتلاقي في الحتة دي انه عايزك باهداف عايزي مش جاهز مية في المية برضو كان عنده نسبة شد نزل وقد يكون مش جاهز مية في المية ممكن عشان كده تأخرت شوية كان باهن عليه في الملعب اولا نزل رش فجئت 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 مش جريته برضو لا مش جريته وتحصح حاجة في التسخين يعني في حاجة مباركة مش طبيعة حاجة في مصالح معاني دائما انك بينزل تحص فايق في فرق وعايز توطر خبالك القاعدة برا مش كويسة اهاب خسامكم متوتر مبارا مش دودة زي دي او يعني حماسية او اساسة ان هو تغيير مستني يقوله تعال بيبقعد على عصابه عديتك الشدة دي اوقات ممكن يعني يجبلك اصابة وانت ملعبتش بتحصى يعني دايما ايه الواحد يقولك الواحد يتمنى في الملعب بحثك ان قاعدت عصابك هتحرق افين مع داو 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 مشكلة لشانا اناك دايما كلهم بعد كده تلاقي ازامات وتلاقي حاجات مش كويسة عنه ولاد الاهلي دايما بيأذروا النادي الاهلي بشكل كبير جدا يعني انبالح كان كابتن شريف اكرامي اللي تعرض لإقاف بصراحة يعني يعني هو نفسه اقولك انا ما عملتش حاجة ان في مباراة الزياب لحرية كونكري يبقى فيه عندي مشكلة وبعد كده أبقى موجود في مباراة العودة وبعد كده توقف مباراة لكن انا بمتسل للقرار لكن كان موجود انبالح وقاعد وبشجع العب كان موجود عماد متعب في الملع نجوم كتير جدا من نجوم النادي بتدعم وبيبقى ليهم نفس كده في التشجيع والرؤية وبيحمسوا الجمهير بشكل جدير سمع في أولاد النادي الاهداء ميزة ما هو النادي الاهداء سبحانه الله كده فيه شوية مميزات هي دي ميزة ابن النادي الاهداء المتربى في النادي الاهداء تروح اللي يام وتيجي وكده لكن انت ما أقول النادي لما أحس ان فيه مباراة مهمة وعايزة بقى عايزة بقى بدعم لعيبته كده مش عايزة أقول الأسامة لكن بص دي صفتك معك وانت مهمة عنيك ولادي النادي الاهداء دائما بيأذر النادي الاهداء حتى لو بقيت عن الكورة كتير لكن هو يحب يعايز النادي الاهداء يكسب هو جاي من دفع انه بيحب الفريق مش جاي عشان يتصور لا خالص هو جاي عشان حبيب الفريق عايز فريق بذكر القناص عماد متعب يمكن الجمهور حيوه طبعا تحية كبيرة ولكن عم حاربي كده تداله تحية خاصة قاله منه لله اللي كان السبب انك تبطل يعني عارف الجمهور بتحيب فهل عماد متعب يعني يعني بطل في رؤية المناسب ولا كان ممكن يعني الامور تقريب كده وياخد وقت لا رأي شخصي استعباد أنا عندي من الناس المحببين جدا إلي لأ أنا من وجهة نظري كان ممكن يكمل عماد لحد اللحظة ويلعب ويقدي وكل حتى شايف انه كان ممكن يكمل لغاية اللحظة اللحظة دي مش عايز اخش لفدي لان مش حكاية مش حكاية زلم لكن جايز وقتها الظروف مكادش مساعدة جايز لكن حتة 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 زلم حتة قعد كتير حتى ممكن ما طلعتوش عارض شوفه وترجعه تاني بتظه المفوأ وقعدت برضو فترة عالدكة وكان يجيو لعروض عارض وقال لعد أنا عايز لان عماد عايز زعود كمان عماد مش منا عارف بس في نفس الوقت لمن فوقت ولا من لدي لكابتن حسين ممكن وقتها ممكن وقتها ممكن هو أتكلم بخناعنا أنا وانت لكن هي وقتها دايما أنا بخلي رأي مدير الفني ده حاجة حاجة بتاعته هو طبع هو القضرة هو القضرة هو الشايف لكن رأي أنا شخصي عماد لو أنا مدير الفني عماد موجود معي لحد اللحظة بتكلم فيها مع موجود في الملعب معي لعب إمت بقى ملعبش لكن موجود وعرف تسفاد منه كويس قوي عماد من نوعية اللعيبة اللي تعب تسفاد منه كويس قوي صخته في نفسه حاجة مش طبعية مهاجم من حاجات الندرة جدا موجودة مهاجم هو ده اللي تقول مهاجم ولما بتعوز مهاجم بتقول لك أنا عايز مهاجم زي عماد متعب بالضبط يعني بس بص والله اللعيب الكرة ما يسمع الكلمة دي بالنسبة له هو موسوط يا سلام أنا عايز مهاجم زي عماد متعب هو المثل اللي انت بتقول أنا عايز كل مهاجمين زي عماد متعب فدي بالنسبة له حاجة قوية جدا وده من الناس المحببين جدا لجمير نادي ان مع اجيري والجهاز الفني الجديد ايوه ده عايز نفس جام ده مش نفس خالص ده موضوع موضوع صخيف مدين هنا اساسا يعني يعني ايه موضوع السن وكان انت فيها معك يعني ايه سن هو اللي بيحكمني في السن ما احنا بيقول كل متش بيتلعب خلاص وعدة يبهروك بالمتش اللي بعده بالزبط يعني تشوف وليد سليمان يبهرك تشوف احمد فتح نمسك الخشب الله واجبر طبعا ما شاء الله مبهر يعني يبهرك بتتكلم على اثنين هقول لك حاجة طبعا بياللعيبة لكن احنا بنخص دول عشان دول حالة خاصة انت بتتكلم على ثلاث لعيبة حضرك دول عيون كبار في السن هم اللي بيفرقوا بيفرقوا في اداء النادي لأهل وقت احمد فتح وعشور ووليد بالزبط هو لازم اقول سنه كذا طبعا ما ياخي عمل نفسك وشوك بالك عن ايه سنه وكذا انا اسمه اداء وعمل ايه وانا بخيمك بسنك ولا بأداءك بس واضح ان الكرة عندنا قديمة اوه هنا انا بخيمك بايه بأداءك في الملع ما ممكن يبقى واحد عنده 20 سنة اهاب مهلش واداءه وكمية جاريه وعطاءه مش زي مثلا وليد او احمد فتح طب ايه بتحسبها ازاي انت انا بحسب الكرة تحسب بالعطاء في الملعب بالاداء لكن مش بالسن ممكن واحد يبطر عنده 24 سنة خلاص مش قادر انتهى لكن ممكن واحد 3-4-4-2-0 سنة ما شاء الله 90 ديائق صح ما بيسبش مطش وغير كده هو مش عال على فريقه ده 3 بص انهم كام هم اللي فرقين في اداة الناد الاهل مع احترام الكامل لكل اللعيبة طبعا لكن كل فرقة في العالم فيها 2-3 بقولك هم دول معهم المفتاح نفس مفتاح المتش مفتاح اللغز نفس بتوع المباراة هم دول التلاتة يفرقوا معاك جدا هو لو فيه مدير فني المنتخب مش ممكن زي ما تشوف الناس يضم لعيب مثلا اللي ماتش يعني يبقى اللعيبة متاحة معاه شوفنا باب ردلي لما جيه طلع أبو تريكا بره بعد كده رجع أبو تريكا شوفنا برضو كوبر أول ما جيه طلع فتح بره بعد كده رجعه تاني وشوفنا 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 لكن اجا اتكلم مثلا مع ناس في الجهاز اقول لك خلي بالك أصل وليد سليمان بيلعب في نفس الموزيشن بتاع محمد صلاح أصلي مش يعني تسمع ردود حتى يعني يعني آآ يعني أنا عايز حد بس ما عايز أتميلي اللي قال لك بس كلمة يعني فرد كويس بعدين يعني إن شاء الله هو ممنوع حد يلعف مكان محمد صلاح مش كده يعني هو بيقول لك أصلي كذا أصلي لو جيبته وقعدته عالدك طلع أصلي أنا بيجيب لعب صغار تاني أصلي ده لعب جاهز لما عوز أجيبه حتى تلاقي المبرارات اللي بتيجي مش مقنعة مش مقنعة طب ما انت لو أخده معاك مثلا لو قلنا مثلا إنه إنه هو نفس بوزشن صلاح في الملعب وفيه ماتشات ممكن ميكونش النجم الكبير فيها مش موفق وتبقى محتاج تنزل حد أو أو نعم بالكلام ده ما تدرش تغيره ومش موفق إبقى أنت خلاص خلاص أنت كده جاوبت على كل في قناعات بيبقى عنده قناعات يطرق قناعات دي بيجيبها من نفسه وهو جايننا مش عارف حاجة ولا بتبقى من جازل معه هو واضح أنه جايننا مش عارف حاجة وجازل معنا ومش عارف حاجة من الآخر حاجة حاجة يعني اللي جاوبة دي بصراحة حاجة تحزن هو ولا الرؤية في الملعب الناس موجودة في كل ماتش وبتتفرج على ده بيروحي قضي وقت وانا بروح معلش اهال وانا مروح الملعب مروح الملعب ليه اتفرج اشوف صح ورؤية بره غير بيتفرج على في التلفزيون بس اما انا اقولك على حاجة بقى وانت بتكلمني انا اعسف انت بشغل بلك منها هاعدها لك هو نريح ماتش الاهل مبارح وانا كده كده واخد قيمة المنتخب اللي جاية طب انا رايح الماتش مبارح ليه عشان تقولنا بشتغل وروحه بقى بس ما انا بقولك عارف انت ايه عشان نخلص القصة دي عارف انت اثبات حالة ايو بس يعني على الاقل كان اعجل الاعلان ربما لقدر الله لعيب ان انا عامل حساب عليه لعيب يتصاب العكس تماما لعيب يبقى انا شايفه بالشكل الكبير فهم مبارح قوية زالي قبل نهاية افريقيا وباشوف اللعيبة وشايفهم قبلها تاني يا سيد رايح حزبة حالة كم رايح حزبة حالة تحس فيها موظم انا وصلت انا وصلت انا وصلت انت بتهرجوا اساسي يعني ايه قائم انت امتخب طلعت وانا اصلاح تفرج على مبارا وفي دماغي مش اخد حد واحسن ناس اللي انتو مفكروش فيهم زي برضو بالظلط في الزمالك زي معلش لازم اقول فيه اتنين في الزمالك انا اصطعر محمود علاء ويوسف اوباما انتو عايزيني تاني طب ماشي وليد عشان بكان معلش عشان كان عدي الكلمة دي بقى لا مش قادم مش مستوعي بقى عديها عديها وليد ما بتاخدشو خلاص عديها طب خلاص طب انتشاف اوباما ومحمود علاء طبعا يستحقوا طبعا ما فيها هيا الكرة اسلاما فاش واضحة كرة لعبة واضحة ومتشافة كل حاجة ليه ما يتاخدوش منتخب دول معلش انتواخد محمود حمدي على محمود علاء لا طبعا لا غلط انا بقولك غلط حمود علاء والاحق يروح لمنتخب يشوفوا لازم يروح لمنتخب من حقه يا جماعة من حقه شكله واداءه في مبارياته اقولك على حاجة كده انت عمان تقوله على حاجات كده اه في التدريب الأخيرة للمنتخب قبل مباراة الناير علي جبر جات لوحدة بيشوتها كده بتاعها ألشت في التدريب سلجاده سلجاده طبعا اللي احنا مش عارفين لغاد دلوقتي هو وكيل أعمال اللاعب وكيل أعمال الراجل ولا بقى المدارب رسمي لا الانتعاد عارف يفدنا ولا حد عارف يفدنا ولا بنشوف سلجاده ده خالص انما المهم قال لأجيري قال له لا ما تلعبش الراجل ده بقر ما لعبش انا وعي انا بقولك ايه متكلم جد والله حصل سيح خلاص يبقى كده خلاص لا يعني دي تكت كده بتبقى فيه بعض الأمور تكت ايه دي بلاوي انا مش اتكلم لا ما هو واضح ان هو اسالي علاقته بالراجل القوية جدا 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 سلجاده اه طبعا ما اكله عيش طيب ده ما هي اكل عيش وخليه اكل عيش فاكل عيش طيب الموضوع ده طب قديلك حتة كمان ام لاخر كفاية البعض كمان بيتكلم ان فيه وكيل مصري وانا اقولها يعني البعض شايف ان ممضوح عيد هو قريب من الراجل هو اللي جايب سلجاده فبالتالي برضو اللعيبة اللي قريبا من ممضوح هتلعب الفترة الجانية قريتني و داة ممضوح صدق فاتتني دي لا يعني اصلا اقول لك اللي اللعيبة بتقوله انا بقولك ما دا اللعيبة بتقوله اصلا فيه حاجات ما ينفعش في الكورة فيه لعيبة ما ينفعش زي ما تروعش المنتخب ازاي يبقى كل الكلام انت بتقوله ده حقائق اللعيبة بتقول طيب ماشي اللعبة بتقول بترد على ايه الاسئلة احنا بسألها بعض انا وانت الشارع كله بتكلم يعني واحد زواليد ده ليه؟ احمد فتح بره ليه؟ محمود علاء بره ليه؟ يسوفه بره ليه؟ عشور اللي تقريبا لو غمضت عينه هلعبلك في الحتة دي من غير مشكلة ده عشور مظلوم دائما في عز يعني سبحانه ضاع كل المدربين ما شاء الله متعرفش ليه عشان فيه اتنين مقبودين يعني هما دول خلاص هما دوله كرة يعني هما دول اللي بلعبوك وره هما الاتنين هنهزر ولا ايه؟ ولا عشان ده مش محترف بقى انت في النادي الاهلي كفايا هو في النادي الاهلي احسن من اي احتراف اي حتة اكفايا تلقى تاريخه كلعب من فراته الدولية غريبة جيه وبطولاته لا عشور ده عشور ده يا يا اهاب بقولك لا لا عشور ده نكتب له كتاب انا وصل لمرحلة تغمض له عينه وتحطه في نص الملعب هالله من حتة بتاعته دي انما انت بتاخد اسامي وده محترف وده محترف ايه وده محترف في المحترفين ايه عشانه محترف لازم اجي المنتخب حتى ملعبش بفرقتي حتى مبعرفش هالعب ايجي المنتخب مفعش طب طب نرجع اه عشان ايه خلينا كده ضغط المباراة زي ما بكلم محالك الضغوط زايدة شوية وبالتالي بداية الاستعداد لمباراة الاتحاد المقبلة اعتقد ان الجهاز الفني هيبدأ يغير شوية في الاستراتيجية لو يشوف فيه خاصة تدوير اللي بيعملها يتأكد من اصابات اللي عبتها تقعد قد ايه لان اللي جاي صعب جدا بفزيل الغيابات دي هو مستدوير يبقى اجبار يا اهاب انك عندك اصابات كتير وعندك مرام مهمة جدا لسه في الجزائر فما ينفعش تعمل ايه مجهز في الفترة القادمة لكن زي ابوالك انا اللي مطمنك ومخليك نوع عمهادي انه دايما في عندك نجوم ونجوم كبير قوي كله عايز يلعب يعني اكرم ده تجيله فرصة فرصة كويسة وهو مستنى دي دايما لعيب الكرة ازاكي يستنى فرصة دي يوم بتيجي يظهر نفسه مبارح التشكيلي اللي بدأ بيه دا كان الامسة ممتاز ممتاز خروج الناصر ماهر ممتاز غلطة لانه لعب نفس التشكيلي مباراة السابق فما ينفعش غلطة ومشيت مع حمودي خد فلجل تامن وعشان عايز اه لا مهابوسة اهاب وقموك الخد المباراة بس مكانش كويس لكن لا مباراة امس لقبلها لعب وكان كويس مباراة امبارح لعب وبدأ انا حمودي انا كويس فما ينفعش انا واحد بعد ما نفوق نجم بزي كده وانا مختنع بيه مختنع بحمودي جدا وفعلا لعب مخنع ما ينفعش نروح مع عدو ينفعش غلطة في تشكيل المباراة خصوصا ان الوقت اصار جدا لكن مباراة الاتحاد غير غصبنا عنك هدغير في تشكيل إصاباتك ويهي تحضيرك مباراة الجزارة المهمة جدا بالنسبة له عشان كده فيه تغيير لكن زي بقولك تغيير فيه نجوم جديدة وموجودة وهلعبه وهيزبط نفسه يعني زي محمد شريف لعب مباراة النجمة وهدف مفيش انا عن نفس مش هلقان مش هلقان نجوم كلها كبيرة كله عايز يلعب وكله عايز يقول لها موجود في الناد الاه ودي ده ميزة تطلع جا تحس انه مزروعة فيك ان انا عايز يقول لها موجود دايما بنقول ان الاهلا بيقفش على الحد ولكن انا بختلف في نقطة يعني فيه لعب بيقصر لكن ما بالك بقى عدد من اللعب الشواجدين اكيد الكلام ده بيقصر على الفريق اكيد هيقصر لكن زي بقولك النقطة اللي انت مسنود عليها النجوم عايزة تلعب النجوم مش عايزة تحتياتي عشان كده هي دي عارت مطمناك شوية لكن لا فيه نجمة بيقصر ده في الدنيا كلها مفيش حاجة ما بيقصرش لكن بقولك النقطة ده مطمناك انك فيه حد عايزة اولا موجود انا عايزة العب عكس ما مدير فني منحوز تبقى في مكان يقع منك ان انت لا تبص مش لاقي هتعمل ايه خلاص لكن الحمد لله العيام موجودة نجوم كبار اوي وعايزين يثبتوا جدريتهم موجودين في النادي الاهلي وفيه حاجة كمان مش عايزة احتياطي ودي مشروع لكل الناس طبعا تنافس فيه تنافس بالضبط هو ده بس دي النقطة اللي معمولة في لعبة النادي الاهلي الفاكرة في قطاع النشئين مش في الفريق الاول تنافس موجود وكل واحد عايز يلعب لانه وكل واحد عايز يقول انا العبت للنادي الاهلي بالنسباله بالدلم فيها من هنا الفترة المتبقية لغاية مباراة فاق سطيف كده جهاز الفني بيحط خطته بيحط كل الاحتمالات الورد ده على المعلومة هي الحق ولا لا طب سعد لو لحق اجيب ايمن اشرف مطرح علي يعني كسب تبديل التوفيق ومن حسن حظ النادي الاهلي اللي عنده اكتر من العب في الملعب بيلعب في اكتر من المركز بس انت جاوبت السؤال انت سألت وجودت لكن هو شغله الشغل الوقتي ده سابعت مدتها قد ايه ويتعامل معها ازاي لكن البديل موجود وبيلعب في اكتر من المركز ما عندهوش اي مشكلة يعني ما شاء الله اتنيب في الفرقة ويغطولك ست مراكز احمد فتحي و وايمن اشري هيتعامل مع اصابات ازاي الفترة قد ايه بدعت الاصابة ويبدأ يحط خطوته لحد ورات الجزائر مش الفترة الجاية والوقتي بيبص معلول على عشور على صلاح محسن ومطالب منه المكسب في المبارات المقبلة لا المكسب ده انت تتكلم مطالب منه ورغم كل الظروف اللي عنده ورغم انهو بيجهز الفرقة لمبارات العودة 23 اكتوبر مفيش حد هي مطالب منه يعني ماتش زالاتحاد يوم الحد مبارات قوية جدا الاتحاد كذبان اللجونة 2-1 في الوقت في الوقت في الوقت بشكل كبير جدا كان في الحلم طلان قيمة كبيرة جدا في التدريب وراجل بيقادل بشكل كويس فمفيش حاجة سهلة جاي لا مفيش حاجة سهلة او ما عندكش عزار موضوع عزار دي شانا ما ضغوط مباراتي ومش عارف وعندي اصابات وكده ما بتتقلش في النادي الاهل عمر مجدول فاني جي ايه لانا عندي اصلا عندي اصابات كتير وعندي عزار وكده هو ما عندوش كده هو اللي عارف انه هو عنده لعيبة عايزة تلعب بيلعبش اغلال حاجة واحدة بس دوري مولعة لما لما بيترجيت يحرز الهدف الاول وبعدين بيرامدز يبقى 2-1 وبعدين بيرامدز يبقى 3-1 وبعدين بيترجيت يبقى 3-3 ويضطري دحمد حسن من عالملع ايه اللي بيحسن؟ خلص المباراة 3-3 حلو دوري حلو حلوة حلوة جميلة بص نتكلم عليها انت مستغرب ازاي حلوة حلوة معودة في الدوري ممتاز جميل حلوة حلوة طبعا حالة الشد مع الفرق وفيه لعب وفيه فريق كده فيه منافسة ومعموله حساب وكده ليه لا حلو زايد انا فاكر كلامك قلتلي بيرامدز مزود المنافسة وعمل حالة في الدوري وعمل حالة وكويس لو هو فريق عادي انت تتكلم عليك كده؟ لا طبعا لكن انا عايز اقولك حاجة وهقولها بجد مفيش فريق عادي في الدوري بصراحة الدوري السنة دي مختلفة كابتن كل الفرق جونة طالح حسن اسفد ماشي شكل كويس وماشي رائع جدا لاتحاد كابتن محمد عمر كان ماشي كويس هو الراجل شاف ما يكملشك كابتن حلم طولان اول ماتشع الجونة بيلعب بشكل كويس كل الفرق حلو قوي كل الفرق دي كويس لكن برضو ضيف عليهم الوجود برمز السنة دي بلعبته بالشكل ده عامل برضو حالة قوية في الدوري ممتاز فترة جاية اكتر من لعيب في الناد الاهلي طبعا تقييم الطبي هيشوف الامور ماشية زي الجهاز الفني وهزبق الظروف شوية وهو بيلعب في الدوري هيبقى عينه على مباراة الجزائر هبعينه على المصابين هيوصله امت لكن هيركز مباراة الاتحاد لازم يهب لازم هو فيه فصل لازم هو هيفصل عشان يفصل لعيبته لان اللعيب يحس لهو مش مباراة الاتحاد ويفكر في الجزائر غلط من برات التحدي دوري يهمك ان شاء الله مكسب مكسب في مكسب وتسافر وانت الامور كلها كويس لو ما احصل حاجة اصبر عنك هتتأثر بالنتيجة للأسف هتتأثر هتتأثر انت كلعيب جماهير جميلة فلازم فصلت وفاقص طيف مبروك مباراة بتفصل هو ده طبعا النادر اهلي كده من زمانه احنا على كده اهد بتفصل بطعف تفصل كويس اوه مدير الفاني بجيره اقفل لحد ما ايجي وقتها لكن الوقت انا رأى على فين؟ على الاتحاد هبدأ تفرج على الاتحاد هلكز معاه يوضح الاتحاد ادخل الحاجات نعم تمكدا عشان كده ما بتكلم معك بقولك لا الفصل دي حاجة موجود تبقى جاي والدنيا كلها هيصة والناس كلها شيلك بتراوح تنام تاني يوم انت عندك مهمة جديدة هي دا ادرك وادرك الحلو على فكرة انك توجود في النادي الاهل مش وحش هو ادرك كده بتكسب بطولة تقفل مطالب ببطولة تاني عشان كده هو النادي الاهل هو النادي البطولات اصلا النادي البطولات والكلمة اللي بقولها دي ما جاتش في يوم وليل لأ دي ناس عارفة عاملة ايه مزروع جوا حاجة واحدة بس انا عايز اكسب ا بطولة بتخلص بدور في التانية بطولة 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 بتحس ندعيب النادي الاهل دايما عايز اكسب عايز بطولات اللي بتكلم مع انت عليه ده فرحان وكده لكن بيقفل على الكاس او حاجة اللي جابها مبروك تعان بص عندنا ايه عندنا بطولة تانية هنلعب على البطولة دي وانت عندك خبرات وعيشة الاجواء دي المباريات الكبيرة لزا دي اللي بتبقى في عشامل افريقيا طول عمرها ليها زكريات طبعا ليك زكريات في المباريات دي في حاجة ما تنساش فيها في حاجة ت ترجعك تحس ان المباراة اللي جاية دي انت عارف انا مفكر في ايه اه مباراة مولدية 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 وهران كان كنا كسير من ثلاثة واحد هنا وبنلعب هناك في اجواء يا اهاب الطبيعي والله العظيم مش طبيعية لأ موادي الاجواء الطبيعية يعني ملعب مقفول وبعدين مولدية دي كان فيها بالضبط حوالي ستة العلمة منتخب الجزائر في عزه لدرجة احنا بنجي نتكلم مع بعض في الملاب احنا نسمعش بعض كان معنا كابتن من كابتن جوري اللي ارحمه بس ده كمان بنزلك الملعب يا اهاب انت عبارة عن شعلة نار عارف يعني ايه اللي هو انه مش فرق معايا حاجة خالص انا كل اللي اعمله تسعين دي لازم اطلع بأحسن نتيجة لي انا وانتو في الملعب مستمعين بعض خالص والله العظيم لا 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 مستمعين بعض بكلم مع كابتن ماجدي وكده وكابتن الخطيب مستمعين بعض من كتر من اول ثانية لا مش من اول ثانية وانت بتسخن لحد ما لحد ما مبرانتهت صوت الجماهير فعشان كده بقول لك الاجواء هناك اجواء صعبة جدا والله وانا باكلم لك بداية الحلقة انا ازا كده انا والله يا اهاب شايفة شايف المباراة كده لكن الحمد لله اتنين سفر بموقع تلعبك ربنا يكرم وان شاء الله وارجعوا مبسوطين يا رب وانت جاي قلت اهاب هيسألني في ايه وانا باسألوش هقولك على سر انو انا جاي مبيت وجايلك والله العظيم ولا بقولي هتسألني في ايه ولا عايزك تسألني في ايه ولا حاجة خالص انا بحب كده حتى بكلم ماكشو واحنا جواب نطلق واحنا جواب نفتل ايه كلمك في حاجة لا خارص انا بتاويك لحاجة واحد بس انا بحب الحوار بينه وبينك مبقاش مرتب لا خارص اللي بيجا عدمك بسأله وانا هجاوبك عشان كده الحمد لله الحوار بيطلع كواس جدا والوقت يروح بسرعة لكن انا ببسوط ما حبش عارف اسئلة بحب اتكلم معك على طبيعتي انا دايما ببقى سعيد معك والله بعطاء بالنسباتي حلقة جامدة جدا وبشكرك ان شاء الله فتنوارت ودايما بسعد بيك وكل الجمهور بتسعاد بيك كل يوم ارضا حبيب تقول اي حاجة بمشكرك شكرك يا ابو الله جميل بستان انا بستان ايوم بار بعدها على فكرة عشان الطاقة بيك وجمهور النادي الاهل حبيب والفترة دي انا عايز اقولك انا بقى منتها السعادة انا بتكلم مع الجمهور الاهلي وبتكلم على النادي الاهل شكرك 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 طبعا فقرة مميزة جدا كل يوم اربع مع الكابتن علاء ميهوب دايما اللي بتسمعوه مع الكابتن علاء صعب بتسمعوه في اي حتة خلول نطلع فاصل وهن هناخد بقى فقرة مميزة جدا هناخد فقرة مع واحد من قناة الكرة المصرية دخوله لقمة ادارة الكرة المصرية كان دخول مفاجئ جدا وتقال كلام كتير ولكن قانت قراراته وادارته ورياته فجأة الناس كتير جدا فجأة بعد عن المشهب بشكل كبير لكن كل قراراته اللي كان بياخدها داخل اتحاد الكرة كان منها سبب كبير جدا مع المجلس الحالي انه نوصل كأس العالم ساز جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق بعد الفاصل في حلقة مهمة جدا وكواليس واسرار فقط في الاهلي الليلة اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة فنات الاهلي الاهلي الليلة النهاردة حلقة خاصة جدا حلقة خاصة جدا لان دايما كل يوم اربع بيكون معانا كابتن علاء ميهوب انا بشتغل الفقرة بمفسوط وبنشتغل وبقول خلاص قضيت وبنروح لكن يبدو ان الفقرة الحوارية التانية فقرة مميزة جدا لان في الفقرة دي معايا واحد واحد من افضل من اداره الكرة المصرية دايما اللعيب اللي بيكون جاي نجم وبيتحط بتكون متوقع منه حاجات معينة وبتطلب منه حاجات معينة لكن دايما اللعيب اللي بيجيلك وانت مش شايفه قبل كده او ما شفتش لعبه او ما شفتش ادارته بتكون حطه انت تحت المنظار ومركز عليه كتير جدا ويا سلام لما تقول اللعيب ده امكانياته على قده فيلعب اللعيب ويظهر وتبني امكانياته ويبان انه موهوب ومن الطراز الاول ويبان كمان انه لعيب هداف يعني ايه هداف يعني صاحب قرار يعني اما يقعد على طرابيسة اتحاد الكرة وطرابيسة الادارة يكل كلمة اتقال عليه انه مش هو اللي بيلعب رغم انه هو اللي بيسجل اتقال عليه ان الناس بتلعب له والهدف يكتب باسمه جات الناس تلعب لجابوا اهداف ومش لقين حد يكتبوا باسمه معايا ومعاكم ضفنا يعني الكبير واللي أنا بعتز بيهل أستاذ جمال علام بشرفنا النوار أهلا وسألنا بيك ومؤدمة طبعا أنا بعتز بيها وكلام من أخ عزيز يعني ويمكن أنا عايز أقول لك حاجة يمكن الفترة دي كنت مقلة فيها في الإعلام لكن أنا بشكرك طبعا على تشريفك وأنا عارف يعني أنت كل ناس بتكلمك وأنا بشكر زي مننا الأستاذ حتى تمشي كنا كلهم طيبين إن شاء الله شكرك مشرفني ومنوارني أستاذ جمال علام من بعد انتهاء مدته المحترمة في اتحاد الكرة فينو بيعمليه لا أنا موجود موجود معاكم بس هي يمكن الأخبار رضي قلت شوية لكن أيام نكت الأخبار كتيرة جدا مش فاهمها موجود لا أنت فاهم كل حاجة يعني أنا عزو لك حاجة طيب الفترة اللي أنا كنت فيها كان يمكن الإعلام بصلط أكتر بطريقة أكبر كمان كنت مستباح آه كنت مستباح أي حد يقول أي حاجة وخصوصا أني كمان أنا ما عنديش دراية بالإعلام ما كنتش طبعا موجود مع الإعلام بصفة رسمية معاهم وفي نفس الوقت الإعلام كان حس أني ممكن الشخص اللي موجود مش هقد المسؤولية مش هيقدر يقصر زي ما تراهن علينا أنا ممكن ما كنتش حكمل أكتر من ثلاث شهور وحمشي فالحمد لله تزعل مني لو قلت لك أن أنت أول ما جيت قالوا عليك أن حضرتك جايز تبني لا أنا مزعلتش ممكن لما دي ممكن مزعلتش نيش ممكن أنا حبيت أن أوضح مرة واثنين وثلاثة لكن الناس خلاص حصرت فكرها في حاجة معينة بس كان عندك تحديات كثيرة ووجهت فيها وعودة الجمهور وعودة الروح لا أنا بس أقول لك على حتة دي لأن الناس كلها كفكرة فعلا أن أنا جاي ناس جايبين وتعالى أقعد وخش في الموضوع ده لكن ويمكن طلحت مرة ومعرفش عندك ولا معاك وأقسمت يا مين أن الناس دي معرفاش أني فعلا لا أعرفها أسماء لكن واتخدت في فترة اللي أنا دخلت فيها لانتخابات يمكن أن دخلت تحدي فعلا لأنه كان مرفوض مفروض أن أنا أخش عضو من أعضاء المرشحين في القايمة عن الصعيد لكن بتوع الصعيد بتهيلي اللي كان مسؤول عنها الله يرحمه يعني عن القايمة وإعدادها ومن الناس اللي تخش من الصعيد كان عنده حاجة رئيسية أن الجمال عنا ما يكونش موجود هل هو دي دافع شخصي من عنده أو دوافع من الخارج أنه ممكن جمال ما يبقاش موجود فخدت على نفسي عهد أن أنا هشوف بس المشا داعد واتفرج على المشا ديلينات المتقدمة فأنا شايف الناس كلها في حروب مع بعض وخصوصا عن منصب الرئيس فأقلت طب أنا بقى ما دخلت شعيده حاخش رئيس وروحتي فعلا مقدم رئيس ودي يمكن الأول مرة برضو حولها معك لما جم القيمة عشان يختاروا الرئيس فكانت البعد خروج الكابتن هاني وخروج اللواء محمد عبد السلام أصبح فيه ثلاثة على الساحة يعني أنا والكابتن أسامة خليل والكابتن إيهاب صلاحي لا بصالح فاللعبة فين أو أصدقل تجمع الجماعة العموية الأعضاء بتوحها مع مين وفيدي مين ومين يقدر يحشد الجماعة العموية فكان طبعا كابتن هاني عنده الحجد طبعا فلما قعدوا مع بعض قالوا خلاص نحن هننتخب أعضاء ومش هننتخب رئيس فده الرد على السؤال بتاعك لأن أنا مكنتش سيبني لحد ولا كنت حتيقضي لحد ومش سؤال أنا طبعا وأنا عارف أنت جيت إزاي وجيت بعرقك في كل حاجة لكن كان بيطرح بشكل كبير جدا وانت ردت على ده في إدارتك لا تالت ليه لأن في الفترة دي كان في اللي بيحكم مصر اللي جاه رئيس اللي ميسك مصر ميسك كان احتياطي وكان استبني لحد تالي فرح وكان ماشي بلوف في ساعة فرح وقال له الاسلوب أن أنا جاي استبني لا أنا مكنتش استبني لحد أنا دخل وفعلا كانوا حين تخبؤ أعضاء بس بدون رئيس ولكن عظم الأعضاء الموجودين قال لهم طب لا إحنا لو أنت ما انتخبناش رئيس وممكن واحد من الثلاثة يفرض علينا من الجامعة العموية إحنا نشوف مين الأقرب لنا فيه نتكلم معه ونجيبه ونبقى نوعد معه ويخو يبقى من ضمن المجموعة فبالتالي راح اتصل بيها كابتن حازم إمام ربنا حازم الهواري ربنا يفك أسره طبعا اتصل بيها ليلة الانتخابة قال لي جمال إحنا مجتمعين وعايزينك قالوا خير قال لي بس تعال فروحت هناك قال لي الجامعية العموية كلها فيه هنا مجمعة في فندق معين وإن شاء الله بإذن الله أنت حتكون القيمة بتاعتنا حتبقى أنت رئيس القيمة دللت الانتخابات لأنه كانوا فيه ثلاثة مرشحين فانت لازم تختار عضو واحد من الثلاثة فبالتالي كانوا هما بالنسبة لي أنا بشكرهم طبعا وشكرتهم مرة واثنين وثلاثة ومش كابتن هاني بس كابتن هاني وكابتن شبير وكابتن حازم الهواري وخدوا قرار خلاص جمال علام اللي كان حيديه كابتن هاني يديه جمال علام وفي نفس الاجتماع تقال كده قال لهم كابتن هاني أنا نيابة عني أن اللي كان حيزيز يديه جمال علام فأنا بشكره فعلا بس دي قدرة ربنا يعني هو ربنا اللي كان عايز ويمكن كمان في صالح الكرة المصريكة في الفترة دي إنه محتاجة هدوء ومحتاجة حلول سهلة لأنه ما كانش في كرة ما كانش في تفاهم حتى حتى نحن كنا في عصر صعب جدا تغيير كمان الوزراء في نفس المسافة وزارة داخلية كذا وزير داخلية يمكن خمسة تغيروا علينا وثلاثة وزارة ده واللي ما توصل الاتفاهم مع حد يتغير عقود ترجع النشاط ازاي وعندك مشكلة بين الأهلي وبين المصري وازاي توصل المشكلة دي احنا نكلم فيها ويمكن من ضمن الحاجات اللي احنا فكرنا فيها لما رجعنا الكرة وبعد ما رجعت نشاط الكروي وقف تاني وتحرق الاتحاد وبعد كده رجعنا رجعت كتيرة جدا فترة فترة لكن انا ما كنتش انا عايز اكيد انا مش سبن لحد ما كنتش سبن لكن فعلا انا بشكر الناس اللي وقفت معاك كويس الناس اللي وقفت معاك ولم يوقفوا معاك قالك طالما بقى هم ساعدوا وورا لي كان مخلص وليت الانتخابات جبناه وساعدناه ربما علشان كده قالك اللي الناس دي بتدير معاك لتحاد على الترابيزة طيب يمكن مش عايز ارجع وقولهم في مواقف كتيرة بيانات انه ما فيش حد كان بيدير ولكن انا اقسمت مرة واثنين وثلاثة انه عمرو ما الكابتن هاني وبريدة ولا اي حد ولا كابتن شبير ولا كابتن حازم تصل بالتليفون وقال لي احنا عايزين الحجن دي ليهم هم الادارة كانت ادارتي انا سواء صحة وغلط انا بتاعتي انا اعتقد ان انا عملت على قد ما ادر جيت في ظروف صعبة جدا طبعا جيت لقيت الاتحاد كمان لا فيه منتخبات المنتخب عندك مش هواصل كأس العالم لخمسة عشرين سنة وصلت نفس الحكاية المنتخب مش هواصل لأمة وافريقيا دورتين والدورة اللي لنا داخل فيه على طول رحت وقفت خلصت ما دخلش لهو مع كابتن برادلي برضو ما وصلش نتيجة ما كانش فيه كورة اساسا ما فيش معسكرات ومش هادر تطلع بره مصر ولا هادر تجي فرق جاء داخليها في مصر فكانت صعبة جدا لا التخطيط اللي عملنا وصلنا بيه أمة وافريقيا وصلت لغاية أمة وافريقيا يمكن في نفس الدورة قبل مطلع نحنا وصلنا أمة وافريقيا بس أنا ما روحتش معهم الجابون يمكن أنا وصلت بس ما روحتش يعني الرئيس الوحيد اللي ممكن يعمل حاجة ما يتملش ليه إنجاز ويمكن ديان واردو عاجة أقولك اني فترتي أنا كل الأندية تمدت لها وكل الاتحادات تمدت لها لغاية الانتخابات إلا لاتحاد المصر إلا لاتحاد الكور قالوا لك أنت رائحة الوحدة قال لك لا يا تكمل يام القضية فأنا ما كملتش لكن أنا لو سابوني كملت كنت هكمل لو وصل أمة وافريقيا كنت هطلع برضو معهم الجابون وكان كأس العالم كنت أنا مشيت في المباراة التمهيدية ووصلنا فيها وخدت بقى جابون ده منتخبك اللي وصل لقبل النهاء يعني ده منتخبك وده شغلك وصل لا وكأس العالم كمان أنا روحت أنا وكوبر في القرعة عدرناها ناكف روسيا إن احنا خلاص إن شاء الله بإذن الله ويمكن كان في حاجات معينة للصورة المشهورة اللي أنا صورتله على 2018 روسيا إن أنا روح وقلت له دي المهم عندنا ودي كان بداية التعاقد معك كوبر وقلت له إحنا وصلنا أمة أفريقيا كتير فما تهمناش إن أنا أوصل برضو أمة أفريقيا قد ما يتهمني إن أنا أوصل كأس العالم إن كأس العالم 28 سنة أو 25 سنة مش عارفين نوصل 26 فإحنا عايزين نوصل المرة دي فقال لي حنبدأها واحدة واحدة نوخش أفريقيا وحنخش إن شاء الله كأس العالم ووصل أفريقيا وكأس العالم أنا مليش دعو بالطريقة الفنية بتاعته يوصل كأس العالم يدفع الحضارش يدفع قدام الملع قدام حرس المرمى ومي حطوص ما كانش بيشغلك ما كانش لإني أنا كان هدف واحد نحنا نوصل والحمد لله وصلت ليه فضلت كوبر يعني أكيد كان عندك ناس كتير وأكيد كان باعدك ليه رفضت أولا الموديل الفاني لمصر ما ديتوش ليه اخترت أجنبي وليه كوبر بالذات لا أنا فضلتش الأجنبي الأول أنا جبت مصري بعد برادلي على طول جبنا المصري اللي هو الكابتن شاوي غريب وكان الظروفه صعبة جدا إنه هو يستمر في الوضع الحال وحطت نواة عمل نواة حطت نواة صح والظروف صعبة لكن برضو موصلش فهم أفريقيا لكن لما جينا بقى في التشكيل الجديد بعدها على طول كنا لقى خلاص المنتخب المصري المدرب المصري خلاص نجيب المدرب أجنبي وجات صفات كتيرة جدا وأنا كنت يمكن في بعض الصفات أنا كنت مائل لها في الأول إيه لغاية ماجه العرض بتاع مستر كوبر فكان هو أحسن عرض كنت مائل لي بالنسبة ليه لا أنا كنت مائل الألان جريس الأول لأن أساسا موجود في أفريقيا هو عنده تجربة في أفريقيا وعنده نجاحات في أفريقيا كفت عايزه لكن لما جت اللي انت جبت وعملوش خبرات في أفريقيا وعدت معاه قلت له حتى قلت له النهاردة احنا بنكلم كوبر لما جينا عاد معاه قلت له خلي بالك أفريقيا غير أي حاجة ليها مدربين بتوحى فهو كان كلمة ليه كلمة جميلة جدا قال لي الملعب فيه 11 لعب وكرت القدم ليها مقاس معين والملعب ليه مقاس معين والحكام الموجودين بيحكموا في كل العام فما يختلفش بين أفريقيا وبين أوروبا وبين أسيا إلا المجهود اللي حعمل المدير الفني مع اللعبة صح كلامه صح فقلت له كلام صح وبدأنا عليها وكان يمكن فيه نقط خلاف يعني أنا عايز أقول حاجة بمناسبة كوبر كوبر أول ما جه وتعاقدنا معه ووصل أم أفريقيا وتمام ووصلنا بدأنا كأس العالم حتى لما أنا قاعد بره بتفرج تلاله يمكن أشخاص كتيرة جدا هم السبب وجود كوبر وتعاقد مع كوبر بعد كأس العالم بعد ما دينا زازال كله رجع رجع بعد كده حتى فيه وكل اللاعبين طلعوا قالوا إن احنا اللي جبناه والله ما كانوا موجودين ولا حضروا في الاتفاق ولا حد حضر في الاتفاق يعني عاعد كوبر مش مكتوب مثلا فيه إنه وكيله كذا لا 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 الوكيل بتاعه المحامي بتاعه وجه وخلص كل حاجة وفضل نرجع معاه لا أنا عايز المبلغ بتاعه كان 120 ألف يورو قلت له أنا أنا معنديش يوروهات وفعلا كان الاتحاد ما فيش غير 25 ألف يورو في الاتحاد تمام الدولارات كان بالزبط في مليون دولار في الاتحاد قلت الغات ما خلصوا ربنا يسعيلة ها فأنا قلت لا يعني قلت له ما عنديش يوروهات قالوا لي خلاص 120 خليها 160 قلت لهم أنا آخري 50 ألف دولار فالغات مواصلنا أو بتكلم في حتة وإنت في حتة تانية وأنا بقول لك عشان كده كل الناس قالت احنا تعاقدنا مع كوبر واللي قلت لك أنا جبت كوبر واللي قلت لك طيب ماشي ما كانوا جابوه بنفس الشروق سكوليز احنا بنسمحها الأول مرة الأول والله بكلمة جد فالمهم حطينا كوبر اتفاقت معالة 65 ألف دولار معالة الثلاثة المساعدين بيتوه وجوم الثلاثة المساعدين بيتوه وشتغل كان الكلام محمود فايز جوه الخمسة وستين مش عارف مين بارل لا لا جوه الخمسة وستين جوه الخمسة وستين كله جوه الخمسة وستين معادة الاثنين المدربين المصريين اللي هو كان أسامة نبيه ويمكن أصريت على أسامة نبيه يكون موجود في الفترة دي لأنه كان من الجهاز السابق يعني أضرب لا أسامة ليه مش عب سطار ليه مش فلان انت ليه شفت أن الكابتن أسامة نبيه هو الأصلح للمرحلة بص الكابتن أسامة نبيه من الناس المكتهدة سيبك من اللي تقال كتير جدا عليه وأنه هو كذا وكذا لا مفتكرش فيه مدرب أو مدير فني أو أي حد مش عايز ينجح على مستوى الشخصي بتاعه يعني أسامة نبيه عايز ينجح أكتر من كوبر يعني حس عايز الناس تتكلم عليه أكتر من كوبر لأنه هو عايز ينجح فالنهاردة أسامة نبيه لما كان في الجهاز اللي قبله كان هو معاه في نفس الكرير بتاعه ولكابتن عبد السطر صبر مزبوط فلما جينا إحنا قلنا خلاص ما هو يعني مدرب مساعد مش حينف على الكابتن شوق غريب ولا كابتن علاء نبيه نفس فلازم تجيب حد من الدول فأسامة الكابتن أسامة نبيه كان يمكن يشتغل أكتر ومسك مدير فني لنادي الزمالك وأنديها تاني انت شفت رجل مرحلة شفت رجل مرحلة وأنه كان عنده كان يسمى أنه ممكن يبقى مساعد يقدر يدي الأسماء الصح اللي موجودة من اللي في الأب وفعلا بدأوا صح لكن المشاكل اللي حصلت دي حتى أنا مكنتش حاضرة يعني مشكلة اللي حصلت مع أسامة وكابتن أنا حسام طبعا أنا ما حضرتهاش بس كانت ممكن تتحل سهل جدا تتحل مشكلة سهلة تتحل جدا شاف إن الاتحاد الحالي أسر فيها ولا شاف من اللي أسر فيها ما تتحلتش بالطريقة الصح يعني هي كانت مفروض كانت أي من وجهت نظرك تتحل إزاي أقول لحضرتك خاصة تتعملت مع حسام غالي وتتعملت مع حسام غالي طبعا باللعيبة المحترمة جدا ويمكن ما بيتكلمش خالص يعني حتى كلامه قليل جدا يعني مع اللعيبة معي أنا كان كلامه قليل جدا ولكن أنت بتشوف بعينك نوعية الشخصيات اللي قدامك ويمكن أنا من ضمن الحاجات اللي هي نفعتني في الفترة اللي أنا اشتغلت فيها ما عرفت جيدا أن أنا ممكن أحل الشخص اللي قدامي فالمهم كابتن حسام غالي ليه تركيبه معين تركيبته إنه هو مثلا شخص معتزب نفسه قوي وعرف نفسه وعرف قيمته وعرف إنه هو لعب كبير جدا وعرف مكانته كابتن أسامة موارده في نفس الوقت انتحطه خلاص في كرير مدرب يعني في الجهاز الفني إنه هو ليه كلمة ولازم تاخده فما كانش ينفع أننا يعني لا أعلي ده على ده ولا ده على ده بس المهم إن أنا أعرف أوفق بينهم لتنين عن طريق المكالمة وفي نفس الوقت هو يتحل جواهم يعني جوا الجهاز مش بره يعني مع اللعيبة ما تطلعش بره من الطاق إن أنا المشكلة كبيرة جدا أبتدي حلها لو أنت كنت موجود كانت حابب إنه يكون هوسام غالي مكمل ومكمل مع المنتخب في المونجيال طبعا طبعا يعني بصرف النظر إنه هو حقيقات دي أو ما يقديش هو قائد في الملعب لا قائد هو كشخصية قوية جدا مع لعبته هو شخصية أنا بقول لك ما كانش أتكلم تحب الانضباط أنا بحب الانضباط لإنه هو كلاعب منضبط عدم الهزار والدحك واللعب حتى لو كانوا بيتحك بدرجة يعني معينة معهم بس ليه كلمته ليه شخصيته لازم يكون فيه كان قائد في الملعب ما انت احنا شوفنا في الملعب الأخير ما كانش في كأس العالم ما كانش فيه كأس العالم هاروح لده كله معاك لكن نرجع بسرعة أخذ من البدايات عشان ندخل بقى في الشغل الكبير والبداية إذا كان أداء تشفرط حاجة عبطرابيزة لكن كنت بشعر أحيانا ان ترابيزتك مترتبة يعني ايه مترتبة يعني انت مثلا معك ست أعضاء أو سبع أعضاء انت عارف ان في خمسة واغدين قرار معين وانت في الآخر عالترابيزة صوت هل كان فيه بعض الأمور ساعات بيضع طريق بعض الأعضاء بالعدد عشان يمرروا القرار يعني يمكن مرتين تلاتة حسيت القرار دي ولكن انت لازم فيه عندك حنكة وفكر نهارده انت حسيت الترابيزة هتميلك في اتجاه معين ممكن يكون الاتجاه ده صح أو خطأ ولكن انت بتدرس برضو الناس المعارضين ان قرارهم ايه فانت بتشوف هنا وبتشوف هنا او انا بحب الديمقراطية جدا في القرار بس قرار ما يبقاش متاخد باتجاه معين لانه فيه قرار واحد اتاخد باتجاه معين غزب عني انا بقولها غزب عني على الترابيزة اتاخد باتجاه معين اخد اغلبية يعني يعني معايا عشر اعضاء غيرانا الاشر اعضاء اخدوا قرار معين اقبيرت عني اه اقبيرت اقبيرت ده القرار الوحيد اللي في مددتك عادت سيد اه هل أعرف القرار؟ لا لا. لما بيت ألاقي قرار، هو في اختيار مدرب معي. اختارك كابتن شاوه غريب. اختارك كابتن شاوه غريب. ما كانش اختيارك. انت مش معارض. بس حسيت ونفورت عليك. فانا حسيت لو أعدت معه راجل محترم جداً قبل الاختيار كمان. لا نختلفش عليك. لكن انت كان لديك رؤية. لا انا قبل اختيار المدير الفني لعرق المصري خدت صفات كثيرة جداً. وكان اقرب واحد كابتن شاوه ان انا قعد معاه واعتمها. واتفهمت معاه له كل حاجة. ولكن القرار رغم من كده انا حسيت لي. طالما فيه اجماع يبقى القرار مش بتاعي بس. فخلاص. لكن انا كنت عايزه. طبعاً هو كابتن شاوه يستحق وعمل الأليه في الدورة دي. وانت كنت عايزه بس حسيت انه كده كده جاي. ما فيه حد لازم يعارض. يعني حتى واحد يقولك لا انا لقيت القرار العشرة خلاص اوكي. فحسيت ان القرار ده. حسيت القرار خلاص يعني ايه لا خلاص كابتن شاوه. رغم من ان انا عادت معاه واخترت الجهاز الفني معاه. عطربيزة بقى في التوقيت ده. كان شايف مين مع كابتن شاوه. هل أجنابي ولا هل مصر تاني. يعني كنت انت مرشح حتين مصريين تاني. لا هو الغالبية كلها كانت معاه شاوه. بقولك انا عادت معاه قبل ما اصوت عليه. يعني قبل ما اصوت جوء المجلس انا عادت مع كابتن شاوه. برا. لكن واتفقنا على الجهاز مين. بس انت لما توحد على الترابيزة. عايش تخش تناقش شوية. يعني انا ما كلمتش. ما كلمتش. ما كلمتش رأيك مثلا اجيب مين. فانت عادت لقيتلك انت بتقول لي شاوه. على. شاوه. شاوه. فحسيت القرار متاخد كابتن شاوه مع المجموعة. ما حسيتش انها بعد كده ممكن تمشي بالشكل ده. لا 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 استحالة لان انا كنت برضو على الترابيزة لما حس ان في مجموعة. هتاخد قرار معين كنت بلغي القرار اساسا. وغير موضوع. مش هنقشه النهاردة ونقشه بعد كده. بس بعد كده ابتدي اعرف ان انا هنقشه. او اعرف ان انا ماشي فين. واشوف الصح ايه. لو لديت الصح القرار اللي انا هاخده. وهم حتى لو هم اللي اعلنوا المجموعة كلها. هو القرار ده اللي هيته باخد القرار. طب ده القرار اللي حسيت ان ان انت اكبرت عليه رغم انه قرارك برضه. عشان نبقى احنا واضحين. كان هيبقى مين؟ الفكرة كانت في مطروحة كان كابتن حسام البدري. كابتن شوئي غريب وكابتن حسام الحسن. والثلاثة يستحقوا. انا شوف انا بقولك. التلاثة يستحقوا. كنت مهل لك كابتن حسام حسن لكن اعضاء اتحاد القرار عرضوك شوي. ولاك مش وقت. لا 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 لا. انا فكرت في كابتن شوئي غريب لسبب واحد. كابتن شوئي غريب ليه تجربة قبل كده شغال فيها واشتغل في المنتخب. وكانت الفترة اللي عندنا احنا فترة بيئة جدا. انا شايف ان الكابتن شوئي برده في الوقت ده. واي حد مازل كان هي الظلم لانه تظلم. انا قلت له. قلت له خلي بالك انت حتى تظلم في الفترة دي. لان الفترة الليلة جدا. طبعا. وسيارة. ومش هتقدر. ومفيش قوام. ومفيش قوام. ومفيش كورة في مصر. حتى تظلم فيها. فهو كان عنده تحدي وكان عنده ضموح. انه ممكن حقق على حاجة. بس اللي كنا متوقعينه فعلا. هو اللي حصل. لانه كان صعب جدا على اي حد حيمسك. فهو كان اقرب لسبب واحد. لانه كان اقرب انه اشتغل في المنتخبات. بس. اللي رجحت. من طرابيزة. عشرة واحد. بقت حداشر سفر. لكوبر بقى. وانت مقتنع به وعايز تجيبه. ازاي جبته مع العشرة. اللي يعني لهم اتجاه واحد. انا هقول لك حاجة يمكن كوبر لو. رجعنا للتصويت حتلاقي فيه اتنين عندنا. كانوا عايزين مصري. او مغاطني بمعنى صح. والباقي كله كان عايز اجنبي. كابتن حسام عم فتحه مين؟ لا كابتن حسام فريد. كانوا عايزين مصري. والباقي كله كان اجنبي. لما يجينا الاجنبي. يمكن الاسماء اللي اطرحتها. ويمكن عدنا نشوف الاسماء. فكوبر وآلان جريس. ومثالي فيه تاني. فيه عايز مثالي. بس انت كنت حابب آلان جريس وكوبر. وفي الاخر اطرحت بكوبر. ألان جريس خد يمكن. يعني كوبر حتى كان قريب جدا. صوت صدين ألان جريس او صوت. وكوبر مثلا اربع اصوات. لكن ازاي كده متقربة. فلما جينا بعد الدراسة. وكنا الملفات يقول لها الدراسة. فخلاص كوبر. فاخدنا كوبر. فجينا. بعد ما اتخذ كوبر قاعدنا انه تفاوض بقى مع مستر كوبر. ومع الوكيل بتاعه كان سيد مجدي المتنوي. سيد شار مجدي. هو الوحيد اللي خليته. شخصات المحترم طبعا. عشان قانوني. انه ممكن يتفاوض مع المحامي بتاعه. مع حد يعني يكون موجود معهم. وفعلا قعدوا ووصلوا لاتفاقات. وكانوا بغير على طول الفكر. لا دي ما ينفع دي ما تنفع. دي ما تنفع. دي ما تنفع. دي ما تنفع. لقد ما عملت العقد بتاعه. ويمكن عقده كبر. كان عقد مثالي جدا 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 جدا. وأول مرة تعمل عقد بالطريقة دي. كان عقد طبعا مثالي. وفي كم عملية. وفقا للمتعرف عليه. طبعا انت حطيت اللي جاي بعدك. في مأزك كبير. عشان العقد اللي انت عامله. لكن. ما حسيتش انك خدت حقك. في انك. وقفت الكرة المصلية على رجليها. قعدت النشاط. وده كان صعب جدا. جبت جهاز فني عمل استقرار. وروحت بطولة افريقيا. وماشي في تصفيات كاس العالم بشكل كويس. أخد حق من مين. مع نفسي. مع نفسي انا راضي عن نفسي. لا محدش انتك حقك. ما دي ما انا مش عارف. يعني انا بقولك محدش اتكلم فيها. كل اللي بتكلم. بتكلم على اساس ان كبر جاه. كبر لعب بطريقة دفاعية. نفسه بقى. كبر مش عارف ايه. كبر ايه. طبعا. انا عايز احسب. بصرف النظر عن كبر. كبر تعاقد مع ايا مين اتعاقد. انا قلت ايا مين اتعاقد مع كبر. بس. في الاخر كبر وصلنا لايه. للنقطة الين اللي احنا عايزينهم. اوصل ام افريقيا. وصل للنهائي. اوصل كأس العالم. ومليش دعو بالحسن في كأس العالم. فالنهاردة وصلك كأس العالم. حطك على خريطة الاندية. لقصدي المتخبات الموجودة. في كأس العالم. ترتيبك ايه في كأس العالم الأخير. دي ما تهمنيش انا شخصيا. لاني انا ما كنتش موجود فيها. ولكن في نفس الوقت. انت وصلت من ضمن الاثنين وثلاثين منتخب اللي كانوا موجودين في كأس العالم. اللي حصل بعد كده في كوبر ايه. انت كنت شايف انك تقدر تحقق ده. يعني انت حطيت النواة وبدأت. لكن انت كنت شايف لو كنت قعدت وكملت ان ده على ايدك الدنيا ماشي في الشرق السليم. هو كان حق مجلس الادارة بتاعنا. طبقا اللي يتعمل كله. تكمل. انه هو يكمل. لغاية قانون الرياضة في لي. يوصل لها. اه بالضبط لغاية كأس لغاية قانون الرياضة. ويكمل بعد كده. تشمعنا اتحاد الكورة اللي ما تطبقش عليه. اللي تطبق على بقية الاتحادات من وجهة نظرك. يسأل فيه طبعا سيد الوزير خلد عبد العزيز. جي عليك. جي عليك. وفي حاجات كتيرة جي عليها فيها. يعني مثلا ماتشز بتاع السنغال. ايه الضرر اللي كان في ماتشز. ايه الضرر. اللي كانت فيه لجنة وريحة ولجنة طلعة ولجنة دخلة ولجنة. ايه ده. ايه الضرر اللي كان فيه. وكما انا زعلت حد تابعه فعملك لجنة زعلت حد تابعه. ايه تعاولت الدجة بدون لازمة. نظكر الناس بالدجة. تعامل الدجة ليه. الدجة مسل احنا يعني انا اول مرة عاتك. ها ماتش فسيغلت على تقصية قاسة العلم اللي قبلها. اه الماتش لا الودي. الودي. ماتش ودي كانت تعامل بتاع الامارات. اه بالفريق الاول لا بالفريق الثاني. اه بتاع الامارات. اه تعرض عليها ماتش. إنه هيتعمل ماتش ودي في الإمارات لمنتخب السنغال مع مصر وفقنا الراعي مين اللي حيجيبه؟ الراعي الجهد ماتش السنغال؟ آه ماتش السنغال طيب الشروط واللي حاجات دي أكتبوها وعملوها إحنا وعدين قلني طب ما خلاص نفرض ماتش السنغال إحنا توقعنا نفس الماتش ده ما تلعبش لأي ظرف من الظروف هيبقى إحنا نروحنا الإمارات بندوق من اللعب ماتش طيب بنعمل ماتش تاني ويبقى على الأقل استفدنا بماتشين في نفس المعسكر كويس أو لو تلغى ماتش يبقى فيه واحد وده ديت عمل اتفقنا وجاتنا بعاتنا لزميا زميا وافقت وقالت ادفعونا كذا 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 كلمنا الراعي ادفع الفلوس دفع هل خلاص موافق وروحنا للسنغال حصلت المشكلة هناك الفريق اللي جاء فريق لولومبي دحو ما كنتش مشترطين انتو لا لا فريق لومبي كلمني الكابتل حسن فريق بتقوله مش حنالعب قال لي وانا موافقك مش حنالعب ومتلعبش الماتش ايه الضرر بقى اللي حصل ولا ايه بنا ماتش زميا يعني انت روح انت في تاويدك وتعز مباراة وفي نفس الوقت انا ما تحملش لا سنغال ولا زميا خزنتك ما ولا حاجة ايه الضرر بقى لا شوفوا اني سنغال ولا هيصة بقى اللي اشتغلت وا 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 نفس الموضوع تحصل برضو معايا في نفس هي كتلكيكة الوزير خير اه اتلكيك لك ليه انا قلتلك حاجة انا كان يعني ايلين ان جمال علام مش هكمل اكتر من ثلاث شهور ده حقيقة تمام بدأت مع اه شركة عملت ماتش قبل كده مش عارف ايه ماتش اسمها ليها اسم معين وقال لك لا الشركة دي الفلوس لازم لنشرط جزائي اللي انتو عاملينه عليها تدفعوه ودفع من جيوبنا كابتن حسن فريد الراجل تحمل جزء كبير جدا اللي انا مشكره تمام اه والراجل حتى دفع حق والشركة الرعية اه والشركة الرعية خليتها دفعت الفلوس فالنهاردة انت بتدفعني اليه يعني انا عامل شرط جزائي على نفسي ان انا لو المطش ده اتلعب هناك رحنا شركة الرعية ما تلعبش المطش او ما تنفسش المطش تدفع خمسين الف دولار ولا خلاص خد الشرط الجزاء يدفع خمسين الف دولار شركة ميش انا اللي عامل الشرط ما انت اللي عاملو وانت كنت وانا اللي ادفعو يعني انا اللي ادفعو كويس لكن انت شايف ان الراجل وزير الشباب والرياضة السابق اتلكك وراها سبب وراها حاجة لا 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 هو كان بيطبق معي القانون صح اه على جمال علام بس انا مشوفتش بعد كده ولا قبل كده ولا ببص انا كده اه انا عاد متفرج لكن طب عليه لا لا ولا كده وكنت قبله ونتكلم كلام كويس وحلو قوي كان عندك احد الاعضاء في مجلسك كان دايما هو شايف اقول عين بتاعته لكن كان دايما بيقعد ويفلطر معاه مع الوزير مع الوزير لا بس الوزير مفروض ان حتى لو حد جاء وقاله كموضوع لازم يشوف الموضوع بس كان كل ترابستك هناك في الوزير شوف الموضوع كلهم صحابه اه يجي شوفها يعني يعني حتى صحابه دول صحابه دول قلبوا عليك ما بوقفوش معك هو هو الغات ما نمشيت ما بيينليش ان هو يعني هو كان بيتعامل معي وزي ما بيقولك باللواح تبعت لللجنة كل لجنة تجي تفتش ما فيش حاجة وتمشي يعني حتى العقد بتاع شرك بريزيتشن لما حصل في غرامات اه انا واخد القرار اه مشكلة انت مغرامهم اساس لا انا واخد القرار بان ممكن الناس دي ليهم غرامات قدها مبلغ قد كده بس بعد موافقة وزارة الرياضة يعني انا بعتلك بعد موافقتك تجي للجنة اه وانت ايله يعني انا بقوله بعد الموافقة بتاعتي اه يعني خدها عندك اه واحسبها وشوفها طلع في الجرائد جمال علام مجلس الادارة يوافق مش عارف على خصم مش عارف تسع مليون اه اه انا ما دفعتش ولا تخصم من عندي حاجة ولا دفعت حاجة ولا خدت قرار بحاجة ده انا بعته لليه وزير والفلوس دي دفعت في الاخر لغاية ما نمشيت في شو ولا مليه من دفع اه وكان هو بيحرب عليهم الوزير بعد ما انت مشيت حرب عليهم حرب عليهم يعني الفلوس دي دفعت لا معرف بس هو اللي اتبعت لي قرار من الوزارة انه هو مليهم في عدود 400 وشوية او كحاجة مثل انا عاز اقصده ان انا ما خدتش قرار يعني النهاردة انا بقول لك ايه انا هدفع اه وانت تشوف بشرط انك انت توافق اه انت بتوافقش وتبعت لي لجنة اتبعت لي اقول لانا مش موافق لكن بعتلي لجنة والاتحاد ازاي ده يدفع وحنحل الاتحاد لو كان دفع وانا دفعت اه وتعمل تهيصة اه ولا تخصم حاجة ولا تدفع حاجة ده بالعكس ده انا شرك الرعية كنت بخليها تدفع للناس تاني ام لا لا انا بقول لك هو اتعامل معي باللوايح اه متشكرين جدا اشكره يعني ام شايل منه لا مش شايل انا الحاجة الوحيدة اللي يعني اللي هو اه انا طلحت محترم لصالح مصر اه كممكن ان انا اعمل زي اي حد وقول ان انا اه فتحات كورة وقراري محدش يقدر يخش معي ومعي جوابات رسمي والفيفا محدش يقدر يوقفني ووقف بلدي او اكمل تمام على اقل اكمل المدى بتاعتي وانا اقولها اه وكنت بكلمك في التليفون بيني وبينك عادي قلت لي الا ايقاف النشاط في مصر وجات على الان اروح اعود في بيتي بس وده اللي انا عملته ويوم واحدة عشرين خمسة قبل الحكم بيوم وعرف ان الحكم بكرة وحبق قرار نهاي انا عفيت الوزير من القرار نفسه يعني انا اتا لو رحت لو رحت لجات الدولية تعد طبعا هعود وبالعكس هو لدول الحكم وانا ما نفستوش كان هعمل ايه كان احبق المسؤولية عليهم مش علينا لكن انا قلت لا سلام عليكم ومشيت واتلمت يوم واحدة عشرين ان انا مشيت والعضاء طلعوا فيهم فيهم من اخضاء وفيهم وطبعا مسامحهم اي حد خطأ فيهم من اخضاء هم هاجموك عشان ما سمعتش كلامه لا هم نحنا كنا متفين نحنا هنمشي لكن انا لقيت خلاص الوضع ويمكن لسالة قدمتها كذا وراء في الحكمة بالذات ما ينفحش ان انا قعد وخصوصا الاتحاد الدولي بيخطبني ان احنا مش معترفين في اتحاد الكورة الا بالرئيس فلان الفلان يعني يعني هتبقى مشكلة تمام سيبقى العضاء ما هم مجلس خلاص انا مشيت لو عايزين مجلس زي ما هو بالقانون وانت عايزه افتح هو المهندس خير عبد العزيز بعد ما انت مشيت حصل اكتر من قزمة قالك ما انا اقدرش نحل ولا نجي جنبهم ولا حاجة لان دول هو قال معي انا ما اقدرش نحل بس هي المشكلة مش في حل والمشكلة انت حسستيني ان انا محلول ان شغلت احتضغط اه انت لما بتطلع على الهوى بتتكلم تقول ايه كرامحة بتطلع تقول ايه بتقول ان شاء الله لما يطلع في حكم احنا هنفذ القانون احنا ما انت حسستيني ان انت عايز تعمل حاجة ما كلمتوش ليه حضرتك وقلتو ايه الوضع لا اه هي مش انا كلمنا انا كلمتو وكانت تقيل عليك لا احنا انا بكلمك بس صعيبة زي بعض انا عايز اقولك حاجة انا الوزير الثلاثة وزراء اللي كانوا معاي كابتن عامري فاروق وخلت بي عبد العزيز وطهرة بوزير اسألهم الثلاثة جمال علام طلب منكم حاجة شخصية حتى لا مجم اسأله بالعكس انا الفترة بتاعتي اللي انا كنت فيها الاتحاد وما كانش فيه فلوس في الاتحاد ما طلبتش من اي وزير فيهم دعم الاتحاد واعتمدت على الاتحاد على مداخله مداخله الخاص وتعاقدته ما كانش عندي فلوس اتعاقدت مع راعي بعدما الراعي اللي كان موجوده متعسر اتعاقدت مع الراعي التاني الجديد تمام بمبلغ صغير ودخل عندي بيحت الكأس لمصر اللي كان عمره ما بيتباع كأس مصر كان ببلاش بيحت مصر الصوبر اللي كان برضو ببلاش بيحتهم ودخلت مداخله الاتحاد دورت على فلوس اللي بره ودخلتها دورت على فلوس اللي في التلفزيون ودخلتها سددت الضرائب اللي عليا من قيمة الديون اللي عند التلفزيون لوزارة المالية وبينهم بعض عملت مقصة تمام دخلت فلوس تاني من بعض الارادات في المتشاط دخلت فلوس انما انت النهاردة هتقول لوزير الرياضة ديني فلوس انا حسسته انه مش عايز فلوس وكان بيقول الاتحاد عنده خزينة مليئة يعني الاتحادات اللي قبل كده كان بتاقد انما هو لما كان بيكلم معايا وليلا الاتحاد انا حسه اتحاد غني وعنده فلوس اقول لك كلمة برضو تاخدها بطيب نفس حس ان الأستاذ جمال علام راجل طيب ورجل وطني بيحب بلده لو قلت له النشاط هيتوقف يعني هيجي على نفسه عشان كده كان حد شوي كان بيطبق القانون بحذا فيه لا هو معايا انا ما كانش حد انا ما بتعملش مع حد يعني انا هو بيتعامل هو كلام وبيتعامل على القانون وان هو القانون عنده وبعد كده انا عايز اقول لك عاجة انا جاي لاتحاد الكورة كنت متلوق يعني اي غضأ من اي حد او اي غلط من اي حد عطر بقى التربيزه عليه وامش ما عنديش مشكلة لاني اذا كان انا بتعامل معاك بأدب وبزوء وباحترام وكل حاجة لا ده من عندي انا لكن لما حلاقي عكس كده لا العكس هيتغير خالص انما انا هو الراجل كان بيتعامل بأخلاق وبيتعامل باحترام ولما كلمه يرد علي لما طلوبه ولما بعت له رسالة بيرد علي وبالعكس ده هو في حاجات كتير بيبعت رسالة وفي حاجات كتير جدا عمالة كويس لكن انا بقولك كان في المشكلة لما تيجي مشكلة ضغط عليه اعلامي مجرد بيبقى فيه ضغط اعلامي كنت لقى ضغط اعلامي ضغط شجلة عندي اللي صالح مين ضغط الاعلامي ده معرف هو يمكن كان فيه فترة معينة ان جمال العلم ده مش عارف حاجة جمال العلم ده مش عارف دير جمال العلم عنده شفكرة انا قلت في البداية ان انا دخل التحدي هل يزعلش الكلام ده لا بالعكس ده قداني اصرار وقوة ان انا اعرف كل حاجة جول التحدي انا اسف اللي ما بيعرفش يدير واللي مش فاهم حاجة في الكرة ده زي ما اتقال عمل ليه للكرة وكرة كانت واقفة ورجع الكرة في اكبر تحدي في تاريخ كرة القدم في مصر تمام مش ده بس كمان لما دي عايزين نسكرة انت عندك مشكلة كانت الاهلي والمصر طبعا ازاي ترجع ان الاهلي يلعب المصر والمصر يلعب الاهلي في عز ازمات الاهلي والمصر تمام مش ده ضغط طبعا وتعاملت ازاي وتلعبوا في الجونا وكمان يعني في ناس قالوا لي ان انت كرئيس اتحاد روح حضر المطش ده قلت لهم انا لو حضرت المطش ده يبقى المطش ده رسمي المطش ده لازم يبقى دوي عادي اه انت نتغيرش كل المطشات مش كل المطشات بتوقع فبالتالي يبقى زي وزي كل المطشات بزي المطش ده لازم يبقى مطش عادي يعني بمعنى ان يبقى مطش أهلي ومصري عادي بيتلعب وكانوا في اليوم ده عايننا اتنين مراقبين ومن احسن اتنين مراقبين كابتن ابراهيم الاصاص وكابتن عادي المحفوظ الاثنين حضروا هناك واتصلوا بيه في المطش قبل المطش طبعا يعني هتقول لي عصابك كانت حديد لا كانت عصابي مهزوزة كنت خايف خايف من المطش تمام بلا حصل في حاجة والدنيا كلها تتقلب طبعا لكن الناس ما حسبتش المطش ده مش ازاي والرياضة رجعت ازاي محدش حسبها او محدش قال ده انجاز من ضمن انجازة فالمهم اتصلوا بيه قالوا لي اللعيبة مش رادة تسلم على بعضها تديني مشدودة شد قلت لهم انا ما همينيش انا كنا عاملين الدوري بتاعنا ان ايه الديه اللي هو الروح الرياضية ان كل واحد يسلم على بعضها فقلت لهم خلاص الاهلي والمصري برا الموضوع دول خلاص انسوا انه يسلموا على بعضها ابدأ انا عايز سفارة تحكم بس المهم يتلعب المطش وتلعب المطش ومشي بقى الاهلي والمصري خلاص مشي تكورة دلوقتي بيت مطشات عادية وخلاص وان شاء الله برضو بإذن الله تتعدل ان هم يلعبوا في مكانهم او المصري يرجع يلعب في بلد مصري بيلعب في لا لا انا برضو مش راضي عنه لغاية دلوقتي انه يلعب برا لأ المصري من حقه يلعب في بلد تلعب من غير جمهور لا طبعا لان هذه لاحة الاتحاد الافريقي بيقولك لازم يبقى فيه جمهور لاحة الاتحاد الافريقي بيقولك فيه جمهور إذا كدت في عقوبة عن النادي كانتش فيه عقوبة لا انا بقولك يعني العقوبة اللي طلعت مع قاف التنفيذ لو في عاجة لو تكررت اي خلوج عن نص او او اي ان كان لكن المطش ما كانش فيه عقوبة انت كرئيس لا يتلعب بجمهور طالما فيه اقاف اللي انه هو اقاف حتى حكام القضاء الخارجي لما يديك اقاف التنفيذ معناه انه مستنيك على المحك انك تعمل نفس الوقعة يبقى ساعتها هيحكم عليك لكن انت لو رئيس لحد كان لازم تعمل على ان جمهوركم موجود لازم يلعب فانا بقولك دي حدث فاكر الوقعة التانية بتاعة الاهلي لما كان بيلعب سموحها وجماهير النادي الاهلي العظيمة وقفته قدام الوتوبيس بتاع النادي الاهلي ومنعته انه يخرج حل المطش ده كان ازاي ابسط شيء كان الاهلي الاهلي كان اعتبر مهزوم 2-0 تمام لاني مرحش في الوقت القانوني بتاعه والاهلي عنده جمهوره اللي هي منعاني وروح وحرصة من القيادة النادي الاهلي في الوقت ده على جمهورها مش عايزة تروح وكلمتنا رئيس مجلس الادارة وقال لي لا مش هروح لان لو روحت دي هتبقى مسؤولية تتحمل انت المسؤولية وتتحمل المسؤولية تمام وكلمت عامل الكابتن عامر حسين وقالت له كلم الكابتن طرف التار مهندس محمد مهندس فرج عامر وقال له ان احنا هنلعب الوقت هنعجله ومش هنصفر بالنهاية المتش ووافق وكلمت الحكام قالت له ما تنزلش الملعب وما تصفرش عديت الازمة وعدينا الازمة وقلت لحاجة واحدة قلت له سروت بيه انا عايز حاجة واحدة بس تحصل عايز اربع لعيبة او خمس لعيبة من النادي الاهلي ينزلوا الملعب بأي طريقة لان لو نزلوا اي لعيبة خارج في الملعب خلاص الجمهير فكت وفعلا قد كان طلعوا فيه بتاع خمس ستة لعيب عربية مصفحة وراحوا نزلوا الملعب بما رجل متشافت دي كان لطبيس تاني كان رائح وخلصت المشكلة دي مشكلة دي حاجات من ضمن حل الازمات اللي كانت موجودة فانا ما قدرش اقول ازمات صعبة الكرة تهن يعني ازمات كانت خلاص كلها ازمات يعني تؤتم ظهر الكرة ما انا بقولك حريق اتحاد الكور انت النهاردة لما تحرق خلي واحد مكتب محامي هنقول محامي يعني حاجة بسيطة عنده ملفات لفلان وفلان وفلان كل واحد ممكن يجيب ملفه تاني يتحرق مكتب المحامي وعنده قضية بكرة وعنده قضية بعد بكرة خلاص حاله وقف احنا نفس الوضع ده انت عندك شون اللعبين اللي تحت اللي اتحرقت زيها زي اي مسانت فيها مسانتة لعيبة كلها منهم ما تلعت لغاية دلوقتي طيب اتحرقت لو جاني اي حد من ضمن الناس وقال انا كنت بلعب مش حاضر اقول لهم ما بتلعبش وخصوصا كمان انت عندك مناطق ممكن تتلعب فيها وبيتلعب فيها ممكن تتلعب فيها وبيتلعب فيها لا لا ممكن تتلعب فيها تختلف من ممكن تتلعب فيها من ممكن تتلعب فيها اه احنا قادرناها بقى ازاي ان احنا هارضا خدنا اللعيبة كلها من غير ما نعرق احنا هفحد قلنا السجلات موجودة في انتحدة كون تمام بس يا مناطق ابعتن عشان نطبق السجلات دي مع دي بقى تلدق المناطق كلها جبت تاني الورق كلهم من مناطق تمام بالسجلات المزبوطة يطبقها ويبعتها ليهم طبقة زي هنا اردخ Laguna بنيت الاتحاد من تانى أوراق ووراة 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 وكل حاجة تاني السلم الاتحاد دلوقتي الاتحاد جهز في كل حاجته موجودة لجانة موجودة وشغل موجودة وشغل قانونية موجودة والحسابات موجودة وكل حاجة متخيل موقف كده أنا بقولك أنت متخيل موقف وانت كمان مش موجود في مصر يعني أنت تتحرق الاتحاد وانا كنا برا ورجعنا تاني ورجعنا على طول وخدنا الملفات كلها وفتحنا كل حاجة تاني وبرضه أشكر العمري بفاروق في ساعتها فعلا دخل عمل الاتحاد محترم ومطور بالاتحاد جديد وبالمناسبة أنا اترفعت علي قضية من الدولة أن أنا اللي باني غلط وجاتني غرامة نصف مليون دولار نصف مليون جنيه يعني أنا معمولة عليها كات قضية وتحكم بيها بنصف مليون جنيه أنا لسه وقد لسه فيها دلوقتي براءة عليك أنت شخصا ولا على الاتحاد شخصا بالاسم يعني كان الاتحاد ملكي مش رئيس الاتحاد بصفته لا جمال محمد دي جديدة برده أول مرة نسلح أول الله تاخد فيها حكم نصف مليون جنيه غرامة على السيد فلان الفلان إنك باني غلط أن أنا باني بيت غلط أنت تطلعين بره وجهة باني بيت غلط اعتبروا الاتحاد الكرة ده بيت غلط وأنت صاحب البيت بقى لك من الرئيس الاتحاد حطت اسم من اللي ملأه بالضبط من اللي ملأه ومش أنا اللي موجود أساسا يعني أنا اللي قدمت الرسومات ولا أنا اللي قدمت تعديل ولا أنا اللي عملت حاجة يعني وزارة الرياضة مع وزارة الانتاج الحربي لكن اللي تحسبت في الآخر يعني كان ممكن ممكن جدا أن أنت مسافر مسلا في سفرية لا تتحبس لا تريكينج شوية عشان أنت عليك نصف مليون جنيه وحكم نهائي كان ممكن أخد نهائي واتفحنا عليك إيه ده كله ما أنا بقول لك لكن الحدي متطوع لا وسيب 25 مليون جنيه فقط يعني من لشيء إلى 25 مليون فقط وأنا كمان لا أدفع نصف مليون جنيه لو لو اتحكم بها براء ما اتحكمش براء الاتحاد الحالي قالوا هيكرموا الأستاذ جمال علام هيعودوا مع الأستاذ جمال علام هيحصل حاجات كتير من دي ما شفناش حاجات من دي علاقتك بيهم إيه لا علاقتي ضيبة كلهم كناس محترمين وكابتن هاني راجل محترم كابتن العظام مجلس كلهم بكلم معهم ناس محترمين جدا لكن لا هو ليهم خلاص ده شغلهم وفترة بتاعتهم وناس بتشغل لازم يشتغلهم صح تكريم أو مش تكريم يعني مش هيفرد طالما فيه علاقة وده وتعامل مع بعض كويسة ما فيش مشكلة ما فكرتش ليه إنك تخد تجربة الانتخابات تاني في الاتحاد بعد الفترة العدد اللي هي الفترة الحالية دي لا ما أنا قلت إن أنا كنت معي وعلمت معي وقلت لأنا مش هدخل صالح مش هدخلش لا قلت فيه طبعا كابتن هاني قدم السابت فأنا أقدم لحد وللاثنين والثلاثة واربا لا ده كلام واضح لكن لو فيه انتخابات تاني والعمر فيه بقية وفيه أعضاء الجامعية عمومية ناس عايزة جمال علام زي ما هم بيبعتوا لي يعني ممكن لانتخابات الجاية نشوف الأستاذ جمال علام موجود إن شاء الله يعني ممكن ما أنا بقول لك ممكن بس ديها يعني هي شروط النهاردة أنت دخلت اتحاد الكورة وعملت حاجة هل أصرت مع عضاء الجامعية العمومية بيقليهم لك تأثير معهم ولا لأ هل هم من عايزين جمال علام تاني ولا لأ دي حتتعسب بعد ما يتفتح انتخابات جديدة يبقى ساعت القرأ وهل فيه استضاعة برضو إنها كنت تتأدي تاني شور برضو تحت نفس الضغط وتحت نفس الظروف هي هي لا والناس اتغيرت اه الناس اتغيرت مرحبا لا بس اتغيرت للأحسن بالنسبة لأنا اتغيرت مع الناس للأحسن انا قلت اتغيرت بس اه معي أنا بالنسبة للجامعية العمومية اه ومعي حد برر للأحسن بالنسبة للسعيد كمان عضاء التحدي بتواصلوا مع حضرتك وخصوصة ان عضاء التحدي دول كانوا موجودين معظمهم معاك حد بيكلم معاك حد لا كلهم متواصلين معاك كلهم متواصلين معاك لبيتهم متواصل اه حتى يمكن عضو من الأعضاء كان فيه مشكلة بينه وبينه وحسها او فيه ناس دخلت في النص بس مش من اللي كانوا معاي اه تانين فوصلوا له كده او شالوا وشايا كنا قاعدين سوانا وهو اه قال لي انت عملت فيه كذا وقتوله استحالة انا عملت كذا وكذا وكذا والصح انا عملت كذا كذا قال لي كلامك صح واقتنعناه بينا كمان يعني احسن من الأول مجلسك كان منقسم جزء معاك وجزء ضدك لا هو جزء ضدي ما كانش فيه سوف تقول فيه تلات أعضاء برا السيطرة او لو انت دخلت بالناس دي فيه تلاتة مش هتاخدهم معاك في الانتخاب لا مش هاخدهم مش ما كانش ليهم تأثير لكن كانش ليهم تأثير اه ومع ذلك موجودين في المجلس اللي فات بدون ذكر أسماء في الجديد ولا ما كملوش لا ما فعلش موجودين لا ما يفعش لا ما يفعش موجودين فما كانش ليهم تأثير فالنهاردة انت عايز عضو يكون معاك فاعل حتى لو هو غلط حتى لو هو ضدك في الرأي تمام بس توصل للصح يعني النهاردة انا بنقش مشكلة لازم يبقى فيه مشانا الرأي الأوحد مشانا الدكتاتور اللي خلاص هو قراري للصح ولا أسندها لأي حد تاني يعني لازم ناخد مع بعض الرأي والشورى وناخد قرار صح شايف ان انت في قرار فرد عليك لكن شايف ان انت في فترتك خدت قرار غلط او في قرار خدته غلط ولو عاد بك الوقت هتغير القرار ده لا انا ما خدتش ولا قرار غلط في فترتك كلها قرار صح ما خدتش voilà قرار غلط لاني انا بقولك القرار بيبقى قرار مجموعة وقرار غلط يبقى معني ذلك ان انا بصر على حاجة حتى لو كانت صح او غلط لا القرار كان كله بالمجموعة طب في قرار ما خدتوش كان نفسك تاخده آه عودة الجماهير آه لأن الوقت اللي أنا كنت فيه ما كانش يسمح أن أنا أكون في عودة الجماهير أنت بتدي نفس بس يعني الجسة كانت ماتت يعني بتاخدها كده في الإنعاش تاخد نفس وترجع لكن عودة الجماهير كان نفسي أن ترجع الجماهير يمكن رجعت معي في المنتخب وصلنا في مواتشة زي مواتش ناجيرة في أكتر من 65 ألف متفرج بس ده مواتش منتخب يعني ما هواش المواتش اللي هو فيه لإحتكاك الجماهير آه كان نفسي أن يبقى جماهير موجودة بمعنى كلمة جماهير نرجع زي أيام زمان أيام ماتشاطة كبيرة اللي كنت بتشوف فيها عدد كبير جدا من جماهير الفرقة المنافسة وكنت بتفرج على لأن الجماهير دي عصب المواتش وعصب المبارا وهي المحرك الأساسي اللعيبة نعملنا النتائج اللي عملناها بالمنتخب كتكونها بالجماهير لو قيمت أداء اتحاد الكرة الحالي تدلو كم من عشر؟ لا أنا ما قدرش يقايم أي اتحاد لإني أنا ما كنتش حب حد يقايمني لكن رغم كده أنا تقايمت وكل واحد أنا كل يوم كنت بتقايم لكن أنا ما حبش أن أقايم حد يقايم حد لإني هو الشغل بيبقى موجودة على المجموع أو على الجميع شايف أنت كنت بعيد عن الأعلام ولا الأعلام ما كانش حبك؟ ليه اتنين؟ ليه اتنين؟ يعني أنا أنا مش بتاع ظهور يعني أنا مش بتاع ظهور العمي ولكن برضو الأعلام بتاعنا في فترتنا أكتر يمكن أو بعد الثور أكتر ظهر بقى مواقع كتيرة جدا سوشيال ميديا كانت بدايتها بقى أولا أولا كتيرا النهاردة أنت على حسب الحب والكر وطبعا أنا ما كنتش متواصل كتير جدا ويمكن ليه عتاب كمان يمكن فيه ناس كمان كانت أقرب مني في الفترة دي بحكم المنصب وحكم ترك الكرس بيعد عنك؟ طبعا هي دي سنة الحياة وانا عرفها مش فرقة معاي لكن لأن أنا من الأول ما دخلت اتحاد الكورة أنا حطيت في زهني حاجة واحدة بس إن المكان ده انت قعد فيه فترة معينة بتخدم حاجة معينة لفترة معينة وبعد كده رجع لأصلك فأنا حتى أسأل أي حد من المجموعة اللي أنا كنت معهم قبل الاتحاد زي بعد الاتحاد أنا عارف أنا أتغيرش أنا مش محتاج أسأل هكتور كوبرا وجهازه المعاون تواصلوا معاك ولا بعد ما سبت الاتحاد محاجة تواصل معاك لا في البداية ويمكن أنا كنت بروح لهم في المعسكرات في الأول وحضرت معهم كذا معسكر كان فيه يعني لما كنت أتقارب حس بإن هم أن هم يعني حسين أن الشخص ده كان معهم في يوم الأيام وليه وضع معين معهم وليه محبة معينة لكن في كأس العالم لا متوصلتش مع أحد لأن أنا حتى ما رحتش كأس العالم ما رحتش كأس العالم كنت يعني مستني اتحاد الكرة يعني يقولك تفضل لا ألولي ألولك ألولك تعالى ألولي تعالى وكان معمول حاجز ليه ومعمول كل حاجة ليه ما رحتش ليه بس أنا يمكن الحمد لله يعني أنا ما رحتش لسبب واحد كحصلت حاجة كده ما رحتش بيها لكن في نفس الوقت أقولت الحمد لله أصدقاء سعالم وأنت تعتبر ساهمت ولو بجزء أمتى يعني أمتى ساهمت لأ ساهمت أنت جايب جهاز دلوقتي والأبل لا قبل مع النواة دي ساعة كأس العالم وكنتش أنا ساهمت خالص لا النواة الناس كلها كانت تقولك ما ساهمت آه أنت بتسقط على الناس اللي كانت بتقول دلوقتي اللي بقيت ساهمت لكن قبل كده كان كل الناس لها خلاص نسيت أني فيه حد يعني وهو الناس قالوا له تعالى الأول واتلع وكنت تبقى ما أنا فاهم بس برضو في نفس الوقت الناس أنا ما قدرش ألوم على الناس في الاتحاد لا لا هم قالوا تعالى الراجل الناس كلهم قالوا وهو عملوا الحفوزات وكانت معجوز هناك مكان أنا بقول لك الحمد لله ما روحتش أنت عارف والحمد لله أنك ما روحتش آه لسبب واحد لأن في المشكلة ما أنت بقولش تطلع تصور مع لعبة فوق يعني لا لا أمر طبيعي لا 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 برضو بلاش الحاجات السعيدي قوي دي آه لا فيه حاجات كتيرة حصلت فيه حاجات كتيرة لا أنا بقول الحمد لله أنه ما روحتش لأني احترمت بس اللي حصل بعيدا عن بقى الأحداث اللي حصلت بعد إنت قلت الحمد لله ما روحتش لكن إنت واخد قرارك من أول أنك مش هتروح ليه كنت واخد قرار أنك ما تروحش لا لا حصلت فيه ظروف عندي مرضيش روح فيها ظروف شخصية آه معين مرضيش روح فيها وبقول لك بعد كأس العالم قلت الحمد لله أن أنا مرحش أكتر حاجة شايفها في كأس العالم كان فيها مشكلة من وجهة نظرك ما بقى أواحد مصري شايفنا بقيت كده شايف إن الحتة دي كان فيها مشكلة كان إيه خروج اللاعبين على التركيز ودي كانت أسبابها كتير جدا يعني اللي إحنا سمعناها شفت إن اللاعبتنا مش مركز آه طبعا آه مش التركيز وهي بقائد برضو في الملعب كل الكلام ده عزمة محمد صلحتها باعتها لا ما تباعتاش بس سمحتها آه لكن وإنت بتشوفها كده صورة وطيارة واعتراض وبعد كده فضلت مكملة معانا غير دلوقتي ووكيله بيبعث رسائل وجه خطبات دايماً تقولي الحلول سهلة أصلاً لو كنت موجود ساعة خصة حسام غالي كنت حلتها ولو موجود مع محمد صلاح وكنت حلتها أقولك حلها فيه هو محمد صلاح ليه حقوق وعليه واجبات بالزبط والحقوق النفسة التجارية برضو التسوية هو عليه حقوق برضو تسجمال إحنا ما اخترعناش العجلة العجلة موجود لا الاتحاد ليه حقوق أيوة العجلة موجودة يعني أقصد إيه يعني كل لعبت العالم اللي زي ميسي وكريستيان اللي هو بلعبه في منتخباتهم وفي أنديتهم وفيه ده كله متشرع ليه عندنا تايها؟ تايها لإني يمكن خبرة إن إحنا لسه رحين كأس العالم جديدة من بعد 28 سنة ولا خبرة إن إحنا أول مرة يبقى عندنا صلاح برضو دي من ضمن الحاجات إن النهاردة أنت أول مرة عندك لعيبة محترفة يعني يمكن كان في بداية إحنا أول ما جينا كم لعب كان بره مم كانوا بيتعاق ما كانش فيه لعيبة كان خلاص فيه مجمع بالطلط آه بالضبط وكانوش برضو فيه منهم اثنين أو ثلاثة كانوا بره النهاردة أنت عندك 17 لعب القوام الأساسي بتاعجات المحترفين مفر وعندك لعيبة تانية كمان محترفة وأنت بتعرفش عنهم حاجة طبعا فلا ما كانش فيه الفكر دا لسه وفي نفس الوقت النهاردة أنت كنت مبسوط أنك أنت راح كأس العالم فبتعمل حاجة تجارية أو تسويقية الهدف منها أنه يظهر لعيبتك يعني الطيرة رغم أنها فيها طبعا حقوب تتأخذ حقوب الاتحاد أو الرعي لكن في نفس الوقت أنت عايز تظهر أنك أنت عامل حاجة جديدة إحنا ركزنا في الاحتفال أكتر من ركز في المضمون والأداء في كأس العالم يعني خلاص إحنا اكتفينا وإنا بس نوصل كأس العالم بالضبط بالضبط إحنا حاسينا أننا وصلنا كأس العالم خلاص دي النهاية يعني أعلى تقدير لنا أننا وصلنا كأس العالم لكن إيه اللي حنعمله بعد كأس العالم أو إيه اللي جوهة إحنا حقوقه بالعكس الإعلام كمان ساعد أكتر الإعلام ساعد اللعيبة والجهاز والكلام نحنا راحين خلاص وصلنا دول التمانية أو دول الأربعة لأن النهاردة اللي اتقال لك قال لي خلصنا ماتش رسح نكسبوه ماتش مش عارف أوروبية إحنا اتعدى المعارب ماتش السعودية حنفوز عليها وصلنا للدور السلطاشر وهكذا يعني وصلونا أدوار أعلى لكن الإعلام برضو كان لي دور كان لي دور تأثير جدا على اللعيبة وعلى الجهاز سلبي؟ نعم سلبي؟ آه سلبي آه ما هو الأعلام شايف في حاجات غلط يعني شايف آه لأ هم نكبروا اللعيبة وكبروا الجهاز آه كبروا هنوصل هنفوز على خلاص واتعادل مع رحين نكون كاس العالم وليلا هننفوز على السعودية احنا اللفوزنا أولا واحدة في التلاتة مو أنا الإعلام هجيب من إيه لما بتكلم محللين وخبرة ونشغلة في المجال الردي يقول لك ده احنا هو المتش الأولين بس صعب شوية لكن الباقي هنقدر نخلص فاللعيبة حاست أن هي خلاص متشد بتاعتها لا 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 كان فيه لازم يبقى عندنا جد وعندنا وبعدها اللعيبة النهاردة هو فيه لعيب أو فيه مدير فني بيطلع في إعلان الاعلانات بتاعتهم خاصة بيهم لكن فترة مدير فني بيطلع إعلان وده الفتة كان معك ولا ما كانش معاك لا 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 ما شفتش فتة أنا أساسا أساسا ما شفت الفتة خالص إلا آه لا 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 آه يعني بتترفض الحاجات دي لا مش حكاة ترفض انت داخل كأس العالم آه لازم فيه تركيز خلاص برضو قرشين حلوين والقصة برضو بتاعت البرنامج المقالب برضو أرقام كبيرة يا أستاذ جمال أرقام بالله أخضر لا ممكن آه دي كانت نتجتها يعني أصد كل اللي يتعامل فيه فترات معينة لا أنت كان مفروض يبقى فيه التزم بحاجة معينة اللي حصل إيه الله أعلم أنا مكنتش موجود هناك لكن اللي أنا سمحتوا إنه فيه حد ناس طلعت للعيبة فوق وناس مش عارفة رغم أني كلهم يعني أكدوا أني مفيش حد يطلع فيه هو أحقق الحق أنا كنت هناك مفيش حد يطلع فوق محدش عافي يطلع محدش يعرف يطلع محدش عافي ده سكيرتي من الفيفا ودوار بتقف في كارنيه معين يعني أنا بقول لك ده أدوار لعيبة واللعيبة ما كانتش كمان قدم مسؤولية كأس العلق في الفترات اللعيبة ما كانتش قدم مسؤولية كأس العلق آآ لإني أنت رايح كأس العلق كناك أنك أنت لعب محترف برا طب ما ده اسمك أكبر يعني أنت بتعمل اسم البلدك واسمك أنت تحس إن فيه لعبة محترفة ممكن تدي مع فريق اللي بتلعب فيه محترف فيه أكتر من المنتخب وفي المحلين برضو ممكن يدي فيه مالعة فريق أكتر من المنتخب آآ الاختيار خلي بالك بيبقى صعب لما يختاروا اللعيبة بتبقى صعب فيه ناس جاملة في كاس العالم في العيبة في الاختيارات فيه ناس جاملة طبعا لكن وفيه ناس الظلمت دفعنا التمن المنتخب ودفع التمن المنتخب آآ بس دي مش الاتحاد اللي السبب أنا فاهم محافظ أوي على علاقتك بالاتحاد لا مش على علاقة بالاتحاد لا ما هو لازم كل واحد يأخذ حقه ما هو اللي بيدير هنا لاتحاد آآ ما هو مش هيقدر يقول له خد فلان وصيف فلان آآ آآ كويس فالنهاردة هو ما قالوش لازم تاخد ده ولا ما تاخدش ده يبقى في الاختيار يبقى لازم يكون اختيار حقه كوبر اللي انت جبته وعمل ناتجتين كويسين والتاريخ هيذكره بالخير بعيدا عن أي حاجة لو كنت انت لسه رئيس الاتحاد بعد كاس العالم كنت هتمشيه ولا كنت هتدده فرصة كمان لأ كنت حامل حاجة واحدة بس آآ قبل ما نتكلم ان انا هتجدد له او مجدد لهش آآ يا اما اسيبه الكاس العالم من غير ما تكلم عن انا هتجدده او مجددش آآ ولو انا جيت من كاس العالم مشكلة اللي حصلت كلها في كاس العالم ماتش السعودية وحصل كل اللي حصل فيه ده تمام كان اقرب لي في كاس العالم في الفترة اللي جاية دي اللي انا بشتغل فيها على طول طبعا مش تأقليل من كابتن اجري اللي هما جابوه او المجاز لا كان مفروض ان ممكن برضو اقرب واحد حفز اللعبة كلها صح يديرك الفترة دي يعني آآ يكمل الفترة الصغيرة دي حتى لو اداءه في كاس العالم كان سيء وعنده مجملات زي ما انت قلت عليه المجملات فيه جهاز معاه اشيل الجهاز كله آآ كله خلاص ويبقى كوبر ويبقى معاه جهاز جديد لو كنت أنا في الفترة ديقة آآ كنت بتخليه كمل بجهاز جديد آآ لكن طبعا كابتن هاني رمزي لا اسم كبير جدا ويمكن هو اللي شال الفترة دي مدير فن الجديد أجيري آآ تتعاقد معاه وعنده مشكلة ممكن تعمل لنا أزمة بعد شوية كنت تتعاقد معاه لو كنت أعرف الأزمة وفي قرار بتاخد لا ممكن تش هتعاقد معاه بوقت معاك بيجري سريعا ونفسي أسألك أسئلة كتير آآ لكن شرفتين ونورتين لو حابتقول لها لي حاجة قبل ما شكرك يا جميع لا عايز أقول لك أنا طبعا بشكرك أنت أساسا لأن أنت فكرت أنك أن أنا أكون موجود معاك دي مش حلقة واحدة هلسة مكمليه آآ فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة لك وبالنسبة لي لكن أصد أنه يريد الناس تتعامل مع الكرسي اللي موجود هو هو الشخص اللي كان موجود على الكرسي زي ممكن أنا قلتها قبل كده عندك أن الشخص الموجود على الكرسي هو هو اللي برة إذا تغير على الكرسي بحي يتغير من برة شكرك وشرفتين ونورتين ونورتين أستاذ جمال العلام رئيس تحاد الكرة السابق شكرا لك شكرا لك لما كل سنة طبع شكرا يمكن فقرة مميزة جدا وشوفنا الراجل بيتكلم يعني بطبيعته خالص 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 لكن هو شايف أن الناس بتتعامل وانت على الكرسي غير خالص وشايف أن الناس جات عليه لكنه سيبقى جمال العلام هو واحد من أفضل من أداره اتحاد الكرة واحد من أفضل من حل وقال له كده حلال العقد للكرة المصاري أكيدا أنا توصل معه في حلقة كتير ونتكلم فيه لكن هطلع فصل دلوقت عشان أستقبل طبعا الكابتن خالد العودة وحلقة خاصة مع فريسة السيدات مساء الخير على كل جمهير النادي الأهلي مساء الخير على كل مشهدي قناة النادي الأهلي استكمالا للبرنامج بنشكر الزميل العزيز إيهاب الخطيب كان عنده خوار ممتع مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري سابقا وكان أحاديث عن كرة القدم والأحوال وكل حاجة حصل بتحصل على الساحة في الوقت اللي احنا موجودين فيه دائما لو أبدا في حلقتنا أو في الفقرة بتاعتنا بنجيب نجوم بنجيب نجوم وكنا بنشوف الساعات الفرق كلها في النادي الأهلي عن الموسم الجديد واستعدادات 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 لكن النهاردة الوضع بيختلف بنستضيف أول فرقة فائزة في النادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات معنا كابتن المدير الفني كابتن إيهاب الألفي أحد أبرز النجوم في مجال لعبة كرة السلة وكتب اسمه في تاريخ المدربين جوا نجد أهلي في هسجل من ذهب بطل من ذهب معه أبطال من ذهب نمس عليه مساء الخير يا كابتن إيهاب مساء الخير يا كابتن إيهاب مساء الخير يا كابتن خالد الله يخليه بطل منطقة القاهرة لسه الناس كلها تستعدي لسه دورات بدأة وإحنا أخذنا بطولة كده سريعا زي بقوله الحمد لله كانت بداية موفقة وكنا متحمسين بيها عشان أول بطولة في السيزن وكنا عايزين ندي طبع لجمهور الأهلي وللنادي إن إحنا إن شاء الله بداية قوية ويبقوا معنا يمركزين معنا لبقي السيزن إن شاء الله قل لي يا رانا مطشوات صعبة ومطشوات سهلة كانت مطشواتي أعدادية في ناس قايت لي دي كانت استعداد بس عشان فرقة البسكت السيدات بيسخنوا للموسم الجديد كلم دا صح هو لك اللي كانت فيه منافس حقيقية الحمد لله المطشوات ما كانتش يعني بدرجة صعوبة اللي هي يكون مطش كريتكل أو يكون هي طبعا كابتن إيهاب معلمنا إن إحنا أي مطش لازم نحترمه ونفيش حكس نحن ننزل مطش مستعدين نفسيا ومتمرنين وعملين اللي علينا وبعدين الملعب هو اللي بيتكلم يعني الملعب هو بيتكلم دي خير أنا عارف الملعب بيتكلم كابتن إيهاب ألف من يوم مبروك أول بطولة السنة دي ما شاء الله الله ملاحظ انا مش عايزين نقول بقى إيه التاريخ لكن فعلا بتسطر بإسم إيهاب الألفي بتسطر بحروف من ده في سجل تاريخ سيدات ندلق الحمد لله الأول على البطولة والمكسة ودي أول بطولة لنا في السيزن ده الحمد لله إن هي جات بدري قبل تحضرنا للبطولة العربية وبداية دوري المرتبط الحمد لله بالعرب العالمين ده بفضل إن أنا موجود بس في نات الأهلي التاريخ ده عشان أنا موجود في نات الأهلي عشان معي فرقة محترمة ورجالة هم بنات أبس دائما نقول عليهم رجالة ما شاء الله عليهم يعني في البسكت يعني فعلا على قد المسئولية وملتزمين وبيبزوروا موجود كبير مع دراساتهم فإن إحنا نكسب بطولة المنطقة للسنة التالت على التواري ده حاجة كويسة المتشاط هم بيغضوها بزاوية تانية لايها المتشاط السنة دي مختلفة المتشاط السنة دي إحنا عندنا تدعيمات جديدة الفرقة متغيرة شوية في اللعبة بطلت ولعبة سفرت ودعمنا فكان بالنسبة لي يعني مش الموضوع الآن قد ما كنت عايز أتطمن على الفرقة ومدى التجانس ما بينهم في المباريات والحمد لله ظهر بشكل جيد أتمنى إن شاء الله فرقة عربية بها ممتاز أحنا بنترجة البطولة العربية إن شاء الله تمام كابتن رونة لازم أسألك سؤال مهم بدأنا الحلقة سألنا على بطولة منتقية القاهرة لكن دخلنا ملعب كرة السلة ازاي وسألنا ملعب كرة السلة ازاي أنا أصلاً كنت برعب سباحة بعدين ممتاز سباحة آه ممتاز لتلعبي بسكت والفوليوت لألعب بسكت دخلت المدارس وبعدين فيه بيبقى فيه اختبارات كده عشان خش الفرق وبعد كده كابتن حنفي هيكل شافني وبعدين اخترني إن أنا خش أبو الأشبال في كابتن حنفي ده حاجة كابتن حنفي حاجة تاريخ كبير في نيلة وعلى كده كملت واستمرتي نور نفس الكلام دخلت ملعب كورة السلة ازاي أنا مامتي وبابايا أصلاً كابتن برعب بسكت وأختي كبيرة فهي كان في البداية كده نهم يعني دخلوا أولادهم بسكت يعني هو بابا السبب في دخولك ملعب بسكت طب لما تلعب يا مامتش حلو مامتش كويس مامتش مش حلو بيعملوا معك في البيت طبعاً ايه كلهم متنمين بالبسكت عندك أحديث كتير أجوال بيت دايماً بابايا بيشجعني كده ومامتي طبعاً هي بمامتي اللي كانت متحميسة أكتر إن إحنا نلعب رياضة وكده كابتن نور نحن عندنا مشكلة في المايك بتاعك يعني المايك الصوتك مش ترع أو لا خلص خليك هم هيحلوا كل ده هنكمل بس مع كابتن إيهاب لغاية بس بحلوا مشكلة المايك بتاعك كابتن إيهاب قولي كنا بقول إن دي استعدادات لقى البطولة العربية هي البطولة الأقوى البطولة العربية بالنسبة لنا هي مش الأقوى هي الأهم بالنسبة لنا لأن الحمد لله إحنا عصلنا على بطولة الدوري الممتاز ودوري السوبر والكاس وبطولة المنطقة دي تلت مرنة فالحمد لله لكن البطولة العربية كبتن خالد حاجة غريبة جداً كل البنائت اللي معايا ما شوفوهاش يعني إحنا آخر بطولة عربية 96 ما اظهر البندي يكونوا ش تولدوا اساسا يعني ما كنوش من بطولة اساسا يعني ما شفوهوش تاريخ البطولة العربية ما شفوهوش طبعا تاريخ البطولة العربية مش مش حاسين قد ايه بطولة عربية لازم يحضروا يعني عايز عمل لهم اعداد شوية نفسي ان هم بطولة يعني ما ينفعش الناد الاهل انه بقى من 96 احنا مشاركناش في بطولة عربية او ما فوزناش بطولة عربية الموضوع ده انا شخصيا عندي تحدي لي زي بطولة افريقيا بالظبط الناد الاهلي لم يشارك مش لم يحصل على بطولة افريقية للم يشارك في بطولة افريقيا الموضوع ده انا كاكوتش يعني ميداق منه جدا لا الناد الاهلي لازم يشارك في البطولة الافريقيا ويحصل ان شاء الله هي البوابة للخروج العالمية اكيد طبعا احنا خدنا وانستيب او الخطوة الاولى ان الحمدلله مجلس اقداره ونشاط ريادي كابتل روف وفاقينه ان شاء الله ان شاء الله نشترك في البطولة العربية فدي حاجة كويسة البطولة عربية هكون ان شاء الله في اسكندرية في الناد الاليمبي من امتى الامتى كابتل؟ البطولة من 23 ل31 ل31 عندنا حاجة كويسة جدا الحاجة بس الاني شوية هي موضوع الجماهير اتمنى يا رب ان موضوع الجماهير يخلص قبل البطولة العربية عشان اعود البنات ان هم يلعبوا ويشوفوا جمهورنا اللي هو ان شاء الله هيكون السبب الرئيسي ان شاء الله في المنافسة على البطولة العربية الجماهير هي الصفة الاساسية كابتل رونة جابتل رونة يقول ان جماهير حاجة مهمة جدا جوا ارض الملعب قولي لها ان اجاب جمهور جناد الاهلي لا 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 يعني هو لازم فعلا يقول ان احنا لازم نجرب الموضوع ده كابتل رونة قولي لي احنا كيف نوفق بين الدراسة وبين التدريب كل الطب حاجة صعبة جدا ازاي هي طبعا من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يعملها في الدنيا انها يكون في كلية صعبة زي كلية بتاعتي ويكون كميتت في نادي كبير جدا ولازم اكون احاول اكون هنا على اد المسئولية طبعا ممكن يجي على حساب نومي على حساب براحتي على حساب حاجات كتير ممكن مثلا ما أخرجش بس عشان انا قررت ان انا هلتزم في الدراسة وهلتزم في البسك فممكن أنام ساعتين في النص ما بين التمرين وما بين الجامعة علشان أحاول أقدي هنا كويس وأقدي هنا كويس وذكر بقى بالليل طيب هستأذنكم نخرج بتليفون مهم حاجة تهموكم كابتن إهاد من تنزانيا وفرقة كرة السلة بالنادي الأهلي وتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا للأندية معانا من هناك رئيس البعثة المهندس محمد سراج الدين مساء الخير وعضو مجلس زرمساء الخير بشباندس لسه كاسبانين بطولة النهاردة مبارح كاسبان بطولة منطقة القاهرة ودي أول بطولة بتخش سجل النادي الأهلي سنة دي في تاريخ البطولات بإذن الله لكاسبانين ما شاء الله يعني أضربت دائما الحمد لله يمكن لفات كان حصد الربعية عندي إستقبل بطولة تلادي شريفية مع فريق أرثر من قساد المشرفين دائما اسم النادي باري وأحنا كلنا اصبق فيه من هما ان شاء الله حقاوم بطولة وفاجت لهم طبعا من خصفات النادي وهو تبقي نهاب عارفة ان شاء الله وفي تاريخ المشرفين أنه دائما يكون قادم بطولية باش بوهندس عايزين تطمن على احوال البعثة رابع فوز النهاردة ما شاء الله في تصفيات البطولة الافريقية طمننا ايه الاخبار عندنا بشاكل هناك عرف الكاتفين مشكلة قبل حق تسافر بخصوص الاقامة اللاعبين هناك او اقامة البعثة المصرية تقول لي ايه تقول لي ايه الاخبار حركة يعني في عبر واحد امور الداخل الافريقية والمشاكل الملاعب تقول لي اتفضل تواصلتها الوقت اشتركة كتير يعني فطبعا نحك نكملنا في يوم بسكالنا انا كانت عامش باش باش يالحاظت انا اصابت اول يوم عشان نحك نعطينا اكبر او مية طبعا بتاع 22 الحمد لله أنت في شكل كويس فأنا بدأت مجرد في مصر وبعد كده الأحاق كانت بحسب عدة فكانت مشكلة كان لدينا مكتر له متين ناسس كمسائي جدا يعني وكانت مشكلة في عددنا وما عدوه شيء فالحمد لله أنت مع بعض الساكسيات وقررنا الوزيز وهم وقديت ثواتين بلغات كوائد كثيرة ويعني اللايزون سراحه الحمد لله ومحاقها ومحاقها كمان رضعت وزعت كوائد الحمد لله حمد لله حمد لله ونبدأ نلعب بأرادة المطموعة الثانية الحمد لله وما مشكلة بشكل مبتاز يعني ده قد نظرها عن ظروف الإطرامة والملعب كمان كانت تاكسين بالصراحة قدامنا صور الملعب مطلعين صور الملعب قدامنا حاسين الملعب في مشكلة ملعب المراكبة بشوانس اه طبعا يعني ده كمان الملعب الوحيد مطلعين في العاصمة مفضل استردامه ملعب طبعا يعني هو انا شاهد حانجر ملعب يعني طعب جدا يعني ان هو كافي بطولة او تصفيات بطولة اطلاقية يعني تنثل بكارة بطولة اه 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 اطنية اطلاق يعني ملعب 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 لدينا الرابط لاسلح. نعم كل يوم. نعم كل يوم. نعم كل يوم. راحة ولا يوم راحة ثالث. طبعا اقول لي مع الضفية دي. يبقى اه في يعني يعني طبعا 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 كده. اه. اه. ربنا يكلمهم بقى ربنا يفرهم ان شاء الله وكمل على خير. هيا دي احنا متعودين على كده اولا. بص هو هو برضو حصل نفس الكلام تاني. ان السود بيتعايد بيتكرر تاني مرة. هعتقل انتصل نحاول انتصل به تاني عشان السود فعا بيتكرر كده. ترجعولنا مرة تاني. كابتن ايهاب حال ارضية الملعب اللي انت شايفها. وابطال لازم نتكلم عنه داتي. ابطالنا هناك ابطال الباسكت اللي بيلعبوا اللي هي تصفات البطولة الافريقية. هتقول لهم ايه. اه. الحمد لله احنا احنا لقنا في الملعب ده زمان عتاك سنة 2001. هو هو هو. اه. هو هو. نفس الملعب نفس الارضية ونفس الحال. هو فعلا هنجر زمان المشمس محمد سراج وانا اشكره بحقيه على المداخلة الجميلة دي. اه. 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 هو نفس الهنجر ونفس الملعب اه بالزبط. مش هي تغيير والارض فيها كده يعني. اه. شكوكات. شكوكات بينة جدا. اه. ولا تصلح يعني. وهي اصلا اسفلت من تحت وهي بس طبقة التريفليكس تعريبا اللي فوق دي كده. هي طبقة الفردة كبيرة. بس ده حاجة بسيطة. اه. هي اصلا متقطعة. اه. بينة يعني حتى في الصور. اه. لكن اه. لعبتنا متعودين. طريق متعود على الموضوع ده. اه. واتعاملوا معي الحمد الله. وكسبنا المكسب الرابع. ان شاء الله. هي. يا رب. يرجعوا. يتأهيلوا ان شاء الله. ويكسبوا ان شاء الله للتصفات بإذن الله. طيب هنرجع لي. سيدات. ونرجع لرانة. نرجع لأ. نرجع بقى نور مراضي عشان نور خلاص البكرون بضع. اشتغل. قوليلي. العلاقة بينكو وبين كابتن ياهب شكلها هاي بيعملكوا ازاي ايه الوضع اكيد فيه كيميا معينة في الموضوع عشان نوصل للفوس هو طبعا كابتن هيب بتعامل معينة بناته اكتر ما احنا فرق او كابتن ده بيخلي عمل ما بيننا راحة راحة ان احنا بنتعامل مع كابتن بتاعنا مثلا هو طبعا بياخد اعذار وبيقدر الظروف كويس فبيبقى خلينا بنلعب احنا مرتاحين وحاسين ان فعلا في حد بيدعمنا وبيساعدنا وهذا اللي بيعمل ما كسر يعني بس لما بيترفز بيبقى وحش او صراحة صعب قولي لي مش عايزة شفينه اما هو بيزعى لا خالص بقى يعني مش عايزينه بقى صعب او بتجربة كابتل ايه بتزعى لهم جميع رضا يمش او مش دايما نزل مني يعني متعبين على اشياء صعبة او لا يعني جوه الجيم تعرف طبعا ضغوط يعني وجده وتبقى فيه اخطاء سهلة جدا يعني مش متعاودة منهم يعني فانا بس مجرد ان انا ممكن اكون عاصب شوية بس جوه الجيم لكن بيبقى حريص عليهم يعني ان الحاجات الاخطاء البصيرة دي من فاشة احنا نعملها في الناد الاهلي او الحاجات البصيرة يتفوت مننا الموقف ده لازم تعاني معه بشكل اقو شوية سعاد بينزولوا الجيم مستهترين شوية يعني بترخش شوية بصراحة يعني وبصراحة يعني انا ساعات ما يباش فيه اصلا فيه حاجة والدنيا مش كويس جدا بس انا انا احاول اتعصب عشان طبعا عشان يسد الجيم يدو اقصى حاجة اكتر يعني ان هما ساعات بالعبوا على قد الجيم او على قد الفرقة المنافسة لك ان هما بصراحة او تعبوني اول سنة بس جدا جدا الموضوع قال لتاني سنة السنة دي الحمد لله هما خلاص يعني حفظوني وانا حفظتهم فالحمد لله الدنيا مشي كويس رب ان شاء الله وتكمل على خير دكتور رانا قولي الموقف تعكب في النهاب اللي كان عايز يجيب حد من شعره يعني كان القلاص تفتكرينه ايه في الملعب يعني موقف صعب شوية كلمان انا اللي ببقى في كل الموقف ممكن مثلا كنا السنة القبل اللي فاتت كنا بنلعب في النهايات الدوري في شلال الدخان وبعدين كان الجيم احنا كنا فارقين تري بوينت وكنا بنلعب زون اثنين ثلاثة فانا من البوزيشن المفروض البنت اطلع عليها كان بنت شوتر من سموحة اشاطة كورا كابتن هاد نزلي لحد نصر الملعب واعد زعلي جاو داوي مش ناس يا راق نتالي فعليش يا راق لتنزانيا هنكمل مع بعض باشواندس سراج معانا على التليفون باشواندس سراج عضو مجلس باشواندس محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الاهلي من تنزانيا باشواندس عايزين نتطمن معلش دي حقيقة انا عارف عايزين بس نتطمن على احوال البعثة في اصابات في حاجة اللي جاي يعني الاحوال اللي عمل البعثة بس ندلال نعم 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 لكن الحمد لله كلهم بخير يعنيه إن شاء الله بنعفوهم بوكات إثنين أمانس محمد سراج بنشكرك شكرا جزيلا ونتمار لكم كل التوفيق بإذن الله وترجعوا من تنزانيا بإذن الله متأهلين لبطولة أفريقيا للأندية بإذن الله شكرا بشمانس يا رب شكرا 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 هنرجع بقى للشد والجذب معك هنروح لإستعداد للمرحلة اللي جاية وهي الأهم اللي عندك أعتقد هي الترج بتاعت كابتن إيهاب الألفي الدوري المرتبط لا هيبدأ بكرة هنا عندنا الدور مجامعة تبتدي بكرة عندنا أربعة وخمسة وستة الدور الأولاني نلعب ستة أكتوبر إن شاء الله والغابة وناي الزهور ده الدورا المجامعة الأولى الدورة المجامعة الثانية 11 12 13 عاشرة نفس الفرق بنلعبها في المجامعة الثانية إن شاء الله وبنرتب المجموعة إن شاء الله والأول مجموعة بلعب رابع المجموعة الرابع إن شاء الله وبهي بدأ يخش لدور المرتبط نلعب إحنا وتحت رسالة سنة بنلعب كل فرقة تلعب بلعب مارتين رايح جاي فإن شاء الله يعني دول هناخدهم الست مبوريات دول إن شاء الله استعداد البطول العربية يوم تلتة عشرين إن شاء الله بإذن الله يا رب البطول العربية في سكندرية نور قليل إحنا دخل علينا السنة دي في الفلة السيدات أعتقد ثلاث لعبات أمريكية وصرية وكابتن هالي أعتقد صح جدا مزبوط ومنار مزبوط ومنار هلكت قديمة وقددت بس منار وصبايا وليت عملنا إزاي مع أجواء ثلاث لعبين جداد على فرد السيدات دخلوا إزاي في وستيكو هوا هما أكيد طبعا بالنسبة لنا إضافة بلاس إن إحنا في ثلاثة برضو كانوا معنا في فريق وفي ثلاثة بطلوا واحدة مشت فكنا محتاجينهم كنا محتاجين دعم عشان فريق يكمل ويفضل على نفس المستوى والحمد لله يعني قدروا يخشوا معنا ويحفظوا السيستم ويعرفوا يتعاملوا معنا نحن نتعامل معهم ما كانش في فرق خالص ولا حاسين إن هما جداد ولا حاجة بس ما أعرف يعني هي لسه جاية فما لحقنا إش نتعمل معها يعني بس هتحتضنوها أعتقد دي بنات النادي الأهلي أو فرق أن الأهلي بيحتضن الناس دي أو طبعا هي شكلها لذيذ بكتور شكلها كويس طيب تمام رانا قليلي بنبص الإحتراف الخارجي لا خالص مش عايزة ليه؟ عايز دوالي في مصر؟ أو خالص يعني أنا يعني إن شاء الله أكيد في سن معين هتطرنا بطل الباسكت بقى و... ليه هم بطل الحاجسة بجربة؟ هتجه لدراسة بقى يعني فمش بووسي الاحتراف الخير مش بووسي الاحتراف كابتن إهاب في محترفات ممكن يقدروا يطلعوا من مصر يطلعوا ينفسوا برا؟ أولا الأجواء مصرية ما تسمحشي أو البنات المصرية ما تجربة؟ لعيبة من عندنا اه لعيبات انا عندنا ناس بتلا عندها صورشف في أمريكا وخارجوا وبرا زي عندنا نادين سلعوية من الناد الأهلي ماشي بشكل كويس جدا وبينت كابتن سلعوه اتقل إن هي هتعمل حق كويسة و... ويعني ماشي بشكل كويس جدا عندنا وعندنا اللعيب كيون صغيرة عندنا بنتين صغيرين اتطلعوا في الهي سكول كمان مواريدة 2001-2002 امريكا برضو اه بيدرسوا يبقى عندهم فرصة بعد كده ان هم يخشوا في دور الجامعات يعني هل ده النتاج ده يرد على منتخب مصر اكيد هيرد عنده لو هيرجعون لنا لكن هيرد على منتخب مصر للسيدات اكيد طبعا لان السيستم مختلف ونظام التدريب مختلف يبقى البسكت ليه اولوية مع الدراسة اه بس البسكت ليه اولوية شوية فاكيد طبعا هيعود بالنفع ودي حاجة كويسة ونحن عندنا حوالي 7 او 8 بنات في الدرجة الاولى وحوالي 4 او 5 صغيرين تحت السن فاعتقد هيبقى فيه استفادة للمنتخب ان شاء الله قولي اخبار المحترفة الامريكاية والله كابتن خالد عشان اكون صريحة احنا الموافقة خدناها متأخر شوية فكانت الفترة اللي احنا بندور فيها كان كل العيبة يعني السوبر شبه مضو يعني لكن الحمد لله احنا توفقنا في المحترفة اللي عندنا وجات من يومين بالزبط ونزل التمرين الحمد لله وربنا يستن ان شاء الله تكون اضافة قويسة لنا في الدوري والبطول العربية ان شاء الله والبنات زي ما هم قالوا كده زي ما قالت نورة وورانا احنا عندنا ميزة مش موجودة في اي فرقة سواء ولاده او بنات بس البنات اكتر شوية ان سوريا ما جاتوا منار ما حسوش من اول يوم ان هم جايين نادي جديد حسو ان هم جايين بيتهم فعلا البنات استابلهم استقبال يعني يعني اكتر من انا كنت متوقعة كنت فكرة ان هياخد وقت شوية عشان يحصل انسجام ويحصل يعني تألف سريع يعني لكن بصراحة من اول يوم حسيت ان هم بالهم سنين بلعبوا معنا هم صحاب كمان في المنتخب مع بعض فالحمد لله دي كانت اهم نقطة وبالذات في البنات ان الموضوع يحصل ويحصل التجانس ويحصل المحبة وروح الناد الاهلي تبقى سريعا كده تحصل الحمد لله فمكسب انبارح كمان يعني سعيدنا شوية في الموضوع ده ويخلى الموضوع يبقى أسرع ان شاء الله حتى المحترفة انبارح تبصت جدا معنا في الموتش لم يكن کیسك هستنع سكور لا لا لكن كانت موجودة معنا ونزلت كانت فرحانة جدا وتبصوطة جدا ومين اول يوم حسيت ان اريد ان اعطيتك اول مرة أجي ميدل است سهاستن او اول مرة أجي مصر لكن انا رأي ان انا أجي بلعب في نادي كبير جدا غير ليلعبتي فيهم في تركيا ورومانيا وولندا فدي كت حاجة كويسة بالنسبة لنا قدامنا لقطاتها عشاشة دي تسليم مرشن بارح؟ هي ديل ماريا هي لعبة كويسة وأرقامها كويسة جدا عندها خبرة كمان لعبة في الدوري التركي أرقامها كويسة بلافريج بلاع 15 بوينس في الجيم وتسعة ريبوند وخمسة أسيست فدي أرقام كويسة بالنسبة للدوري التركي الدوري البولندي نفس الكلام لعبة في اللاتشيك نفس الكلام أرقامها كويسة أرقاماً إن شاء الله يكون لها ، فإن شاء الله دورنا في البطلات ونشرح الأمام سنقوم بنقذه هل إحدى لدنا السلام والعبة المتكتم DE أننا في التاريخ ... منافسة مع لدينا 3 متش 요ط مع 6 أكتوبر تبدوйم لا اقولك المنافسة اليوم بالنافس على دور المرتبط بالنافس على دوري نحن حامل اللقب فبننافس مع مين الانديه؟ سبورتنج؟ هليو بلس؟ مين الانديه؟ سبورتنج هو دايما المنافس بتاعنا يعني دايما بيكون إن شاء الله أوله وبيكون سبورتنج تاني فدايما بيكون هو ده المطش الفاصل يعني الحمدلله ربنا بيوفقنا في كل الجماعات التانية وبتخلص بفرق كبير بس هذا دايما بيكون المطش في الملعب لكن اعتقد السندي المنافسة مختلفة يعني أنا سامع وشايف الفرق كلها بيتحضر للسيزن ده يعني كل الفرق القريبة ليكو هليو بلس، الشمس، أعتقد سبورتنج، جزيرة، سموحة، أعتقد كلهم بيحضروا يعني في تحضيرات واضحة جدا في سيزن كرة السالة سيدات هتشوفي المنافسة بشكلها ازاي؟ أنا حاسا المنافسة السنة دي هتبقى أجمد من السنة اللي فاتب طبعا بعد فتحة أبواب اللي احترفه كده وكذا كذا نادي جاب كذا محترفة فلا السيزن ده هيكون أجمد قدرنا نجيب المحترفة قدرنا نجيب مريا والحمد لله نضمرنا سوريا ومنار فبردو إحنا متجهزين ومدعمين برضو فإن شاء الله تبقى أمنا يا رب بإذن الله نور وليلي الاحتراف الخارجي لينا سكة فيه؟ ليكي أمل عايزة تطلعي؟ ايه؟ في الوقت الدراسة لأ يعني خلاص أخلاص أدراسي هنا ممكن بقى لما أخلاص يبقى الاحتراف موجود بس في أكتر يعني بلاد اللي فعلا فيها باسكت يعني مش إن شاء الله يعني نصفه إن شاء الله ناوي طب قليلي سؤال دايماً وليه الأمر لما بيكون كبتن بيبوش الأمور قوي يعني بيجي على ابنه شوية حالي كمنا بيحصل معاك وانت صغيرة لغاة مكبرتي؟ لا هما كمنا بيحصل معاك وانت صغيرة لغاة مكبرتي؟ فمش بذاكر مثلا بيأثر على مذاكرتي هما فهمين إن أنا مثلا تعبانة من مطش أو من تمرين فلا هما كان متفاهمين يعني قوي ودايماً مامتي بقى كانت بتدعمني وتيجي مطشاتي وكده وتركز معي يعني وأكيد مع كل أخوتي يعني كان بوش ناجح يعني الحمد لله بوش ناجح كابت نهاب لازم نسألك سؤال من خبرتك أولياء الأمور أكيد حاجة مؤثرة جداً في الحياة الرياضية حاجة مساعدة جداً من أشكرهم على المجود اللي ينزلوه لكن بنتكلم صباح فيه تدخلات شوية بيحسوا بيبوش الأمور تحس إن كانت لعيب كويس لكن بوش أولي الأمر يبوش نحية عكسية تقول لهم إيه مصيحة من إيهاب الألفي لي ومن مهاردة إن دول أولادنا في الآخر لا هو الفكر اختلف دول أولاد كابتن خالد هو الأمور بالنسبة لنا دول أولاد يوم عامل مساعد مش إحنا مش في منافسة ولا أعداء ولا العكس هم بيأهلوا في البيت وبيربوا في البيت وإحنا بنأهل جوه الملعب وجوه النادي وبنربي جوه النادي وعلى قيم النادي ومبادئه ورولزو اللي هم اللي إحنا تعودنا عليها فإحنا بنكمل إحنا في مركب واحدة وإحنا في سكة واحدة فما عندنا مش مشاكل موضوع الأولياء الأمور ده ممكن يكون في الناشئين شوية في الناشئين والناشئات في السن الصغير لكن لو مع الكبر إحنا ده مش موجود في النادي الأهلي بصراحة وهو ده أهم ما يميز النادي الأهلي هم بيبقوا عامل مساعد شوية لكن وحاجة طبيعية ووضع طبيعي ولد صغير أو بنت صغيرة لما ابنه ما يلعبش أو بنته متلعبش أكيد بيبقى متضايق بيبقى زعلان ده خلاص هتعودنا على الموضوع ده لكن في النهاية نحن في النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها تدخلات من أولا الأمور ولا وده أهم حاجة بيتميز النادي الأهلي عن بيت الأندية لكن هم فيه ناس منهم فهمين ووعيين ومقدرين وبيعنفه ولدهم زي ما النورة مثلا ما بتقول لأنا كتير جدا خاصة يعني نهارده مكتش كويسة نهارده أنا مش مبسوطة منك تيجي تقول لي دي مهم تزعلان مني وكذا وممكن تعاية لا بالعكس أنا النهارده أنا راضي النهارده كويس جدا بس عندنا أحسن فإحنا مكملين لكن فيه ناس منش فهمين شوية ممكن حاجش يلعب فمعليش فطبطب عليها شوية فممكن تبقى حاجة سلبية أو ناحية سلبية فمنهم كده ومنهم كده هايز أخذك لتحت حاك المسؤول الأول عن الجهاز في الناد الأهل اخطاع النشآت عندنا أخبار ويهة؟ لا الحمد لله اخطاع النشآت عندنا كويس جدا وعندنا خامات مش موجودة في مصر من أول العشر سنين لحد الـ 18 سنة الحمد لله في قاعدة كويسة جدا وشغالين علىها كويس وكابتن نبيل بخيبتن مدير كطاع النشآت كل سنة الحمد لله بندعم وبينجيب اللي بتحتاجه الفرق أبو النواقص إن كان حتى أسارين أو طوال كنا نقول بنجيب طوال بس باللوات اللي احنا بنجيب في كل المراكز بندعم الأول الحمد لله احنا أبطال سنة فات أبطال الجمهورية تحت 18 سنة وأبطال الجمهورية تحت 16 سنة والتاني الجمهورية تحت 14 سنة بالنسبة للبنات دول 3 مطلات الأسسية عندناش 20 سنة في البنات لا فالحمد لله بكطاع البنات والنشآت مؤسر جدا الحمد لله مبارح كان عندنا احنا مصعد معنا خمس بنات منهم اتنين مبارح في الاسكور موليد 2002 موليد 2002 2002 2002 على لسه طلعين من 16 سنة فالحمد لله ده هو ده برضو من المكاسب اللي جانب اللي خدناها من طولة المنطقة ان البنتين الصغرين لعبوا وقدوا بشكل كويس وفي غيرهم كمان موجود ملك وحبيبة في كمان ناسمين كانت موجودة وسهل المشهد دي موجودة وهنا نبيل موجودة وريم أخت نورة كمان موجودة فالحمد لله احنا عندنا قاعدة في النشآت الحمد لله كويسة يعني كابتن إهاب الألفي مطمئن على جهاز النشآت مطمئن على ان كورة السلاسايدات هتفرز لعبات في المرحلة اللي جاية كتير طبعا ان شاء الله لان هما الاساس لان هما الاساس واحنا بنينا من اول يوم مساكنا في الدرجة الاولى ان كان لازل من اعتماد على النشآت اللي كان عندنا غيبات كتير طلعنا عوالي ست سبع بنات من تحت 15 سنة هما كانوا النواة او القوام للفريق مع بعض العضاء الفريق اللي موجودين مش الكبار يعني اللي هما اكبر منهم سنة لان الحمد لله احنا معدل عمرنا في البسكتبول سيدات وليل جدا جدا كابتخير الحمد لله احنا من اصغر يعني عقل عمر متوسط العمر دي تالي انا نوره سبع وتسعين تمانية وتسعين عندي ست بنات تمانية وتسعين عندي الفين واثنين بلعب مالي تتكلم ان تتكلم ان تتون عشر تلاتة وعشر سنة يعني المتوسط يعني يمكن يعمل واحد وعشرين سنة هيل الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس والنشآت عندنا كويسين هما بلعبوا يعني مش من السنة دي بلعبوا من السنة اللي فاتت واللي قابليها الحمد لله فده ده المكسب يردين انا ككوتش بصراحة ان البنات بلعبوا والحاجة كمان ان انا مش بلعبهم وانا مضطرب لا انا عندي نجوم وعندي لعبة منتخب مصر وعندي نجوم منتخب مصر والبنات الصغراء بتلعب هو ده بس مش ان الكبار بطالوا او الناس اعتزلت وسفرت فانا مضطر الى لعب الصغارين لا هم بلعبوا ما فيش فرق عندي في الملعب بين صغير وكبير برا ملعب ممكن ففيه صغير وكبير لكن جوال ملعب كلهم واحد وهم تعودوا معي على الموضوع ده بصراحة والبنات كانوا بيخافوا انهم يتلعوا الدرجة الاولى زمان دلوقتي يحسوا انهم صحاب وما فيش فرق او الاحترام موجود وكل حاجة موجودة لكن بصراحة الفرقة سيدات الناد الاهلي او البسكتبول سيدات الناد الاهلي ما يطلع حد ناشئ بيحس ان هو بيلعب مع فرقته ان كانت 18 سنة او 16 سنة بصراحة انا اشهد على هذا ان انا شفت حاجة ملعب لامب البنات اخواتك الصغارين يعني محترامي كل اليوم يعني كباتهم كبار لكن فعلا بحس ان تعانوا الاخر اكبر ليه اخواتك الصغارين كانت نهاب حاجة جميلة جدا نتمنى ان شاء الله في المرحلة اللي جاية برضو نفضل مستمرين على هذا الاداء كبت النور تقولي ايه لفرقتك السنة دي وانتو داخلين اخدت اول بطولة في اول السيزن وداخلين بتعملوا السيزن ان شاء الله ان شاء الله انا عارف كاتر الهاب الالفي طموحه ايه في الموضوع ان هو صديق شخصي لكن قولي لي حققته اربعة وطوات سنة اللي فاتت والطموح اللي جايت قولي لي فرقتك النهاردة وانتو داخلين على معترك قوي جدا في بطولة عربية وفي بطولة افريقية وفي دوري ممتاز او دوري مرتبط تقولي لهم ايه اول حاجة طبعا احنا نكمل على كده ودي بداية ومفروض ناخدها حافظ للخمس الاربع بطولات اللي جايين وان شاء الله يبقى لأداء ونتيجة احسن السنة اللي جاية تقولي ايه لأسرتك الاسرة الاسرة كرة السلة اللي هي البيت العيلة تقولي لهم ايه توجرهم رسالة شكر توجرهم ايه طوام بشكرهم كلهم كل فرد فيهم بابا وماما واخواتي ان هما دعموني لحد انما وصلت في سين باسكت وان شاء الله بقى يبقى ده الروتين مع اختي واخوية صغيرين كلمة اخيرة الجمهور الناد الاخلي انتظروا السنة انتظروا السنة تقولي الجمهور الناد الاهلي نهاردة وهو بيتابع اول فوز البطولة وعايزيهم تجيو لغة الملعب يعني كابت الهاب الالفي قال لي ده السلاح بتاعنا الاساسي تقول لهم ايه وقال لهم ان البطولة اللي احنا اللي استخدنا بارحة دين ان شاء الله هي بس مجرد بداية وان ان شاء الله ان شاء الله هنعمل زي السنة اللي فاتد وهنكتب التاريخ مرة تانية وهناخد كل البطولات بس محتاجين دعمه تقولي اسرتك ايه عايزة اشكر طبعا منطي وبابايا عشان انا عمري في حياتي ما كنت هوصل لنا فيه دالو لاه يعني دي حقيقة انا انت فعلا كنتي حقيقة وكلام واقعي كابتن ايهاب كلمات اخيرة لمجلس ادارة الناد الاهلي تقولي ايه لا انا بشكر طبعا مجلس ادارة الناد الاهلي كاملا على الدعم والمساندة بصراحة الحمد لله كل حاجة طلبناها كانت موجودة وغير الحاجات اللي احنا طلبناها على يعني فعلا الدعم المعناوي اللي موجود زي ما شفت كده مدخلة بشواص محمد السراج هم عضاء مجلس ادارة الناد الاهلي معظمهم يعني بصراحة تكلمونا وبركلنا وبركل البنات ودي حاجة يعني بتسعدنا وحاجة انا بنقلهالهم فبترفع معنواتهم جدا بصراحة فأنا بشكرهم جدا وانا تمنى كنا يا ربي عند حسن ظنهم ان شاء الله وتبقى البطولة العربية ان شاء الله ترجع بعد غيب 23 سنة يعني بس الحاجة مش عارفين فعقول كده ولا لا يعني على موضوع الجمهور انا بصراحة انا كنت محضر ان انا هعمل طلب كابت الخطيبة او كابت الرؤوف ان انا البنات دي عمرها ما شافت الجمهور احنا هتعودنا واحنا لعيبة وانا عارف حقيقة جمهور الناد الاهلي فعايز في التمرين قبل البطولة العربية طلب ان انا ادخل الجمهور استأذن مجلس الادارة والمشاة الرياضي ان انا ادخل الجمهور عشان البنات وحنا في اسكندرية او اللي وحنا في اسكندرية ما يحصلش خضة من الجمهور فتيجي بنتيجة عكسية فكنت عايز بصراحة محضر ان انا استأذن انا ادخل الجمهور لو ينفع و لو واحنا دي تنفع ساعتها ان يخش و يشوفهم تمرينة او تمرينتين لان معيش هيبع عندي موتشاط ساعتها فده هيبقى عامل مؤسر جدا 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 لان انا عمري ما هكسب بطولة العربية من غير جمهور الناد الاهلي اكيد اكيد كابتر اوف عبدالقادر هو سمعنا واكيد لو في لو واحنا الناد الاهلي بتسمح بده اكيد هيحصل واكيد هيساعد وانا عارف هو بيبوشت كل الفرق من كل دجاجات عشان توصل للمكسب كلمة من حضرتك للأسرة الصغيرة بيتك اهل بيتك مراتك وولادك اللي هم مش بيشفوه خالص دول هم هي طبعا انا بشكرهم جدا وبالذات مراتي يعني بصراحة لان هي فعلا مفرغانية كترياضية وفاهمة ولعيبة في الناد الاهلي فطبعا هي فاهمة فالحمد لله هي فاهمة عن هي رياضة ويعني معسكرات ويعني بطولات ويعني بريشر جوالناد الاهلي ويعني منفسة فالحمد لله يعني هي شايلة الموضوع تمام موضوع الولاد والبيت تماما صراحة انا بشكرها وبحييها وبشفق عليها يعني والحمد لله اللي انا موجود في ده يا ربنا اجعلها سبع من ما اكون موجود فيه الحمد لله كابتن هيا انا بشكرها شكرا جزيلا بتمنى لك يا رب في المرحلة اللي جاية انت والكباتن الكبار العدين قدامي ان شاء الله بإذن الله تجلنا تاني وتنورونا في بطولة تانية بإذن الله قريب وهي البطولة العربية كابتن هيا بشكرا جزيلا يا رب الله خلي كابتن خاني نورتونا كباتن بشكركم كان معانا النهاردة كباتن فريق سيدات كرة السلة بالنادي الاهلي والمدير الفني الناجح كابتن ايهاب الالفي اللي فازوا مبالح ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات دائما وابدا بنكون مع كل فرقنا في كل المواقف وكل المواقف الفائزة أو الفرق الفائزة في كل مواقفهم في نهاية حلقتنا النهاردة بشكركم شكرا جزيلا وتابعونا من السبت الخميس من سبع العاشرة والأهلي بيلة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة